الآن نقول لكم حلقتنا لنهر اليوم راهي في البداية مختلف المحطات والفقرات مختلف المواضيع ومختلف الضيوف المختصين اللي راح يكونوا حاضرين معنا في هذا الصباح الجميل اللي جمعنا عبر برنامج أشروق مورنينج على قناتكم قناة أشروق نيوز إذن فقط خلوني نذكركم بأبرز المواضيع اللي راح تكون حاضرة معنا لهذا الصباحية يلا مشاهدنا الكرام معنا موضوع صحي ولا موضوع طبي خلينا نقول ونحن نحكو فيه على ألام الظهر بمختلف أنواعها الأسباب والأنواع وأيضا طرق العلاج من هذا الأمراض التي تمس الظهر تحديدا حاضرة معنا في هذا الصباح أيضا فقرة التغذية اللي راح نعالج من خلالها موضوع ولا نحكو في أهم التوصيات الحديثة اللي تلغي التوصيات السابقة اللي تعودنا عليها وتوارثنا العداد الغذائية السلبية هذه المرة لازم نتخلص منها باش ندخل في نظام غذائي صحي وسليم بالإضافة إلى فقارة المواهب اللي راح نفتحوها للضيوف اللي راح يكونوا لاحيل تحقوا بنا بعد اللحظات وانا راح نستضيف المتوجة بالمركز الأول بالبطولة الوطنية للحساب الذهني نحكو على الصربان نحكو على هال المسابقة ونحكو أيضا على هذا التتويج إذن مشاهدين الكرام كالعادة والمعتاد نفتحو لكم المجال أيضا بين الحين والآخر باش ربما نستقبلوا مكالماتكم واتصالتكم في المواضيع بالنسبة للناس اللي راح يكون عندها اهتمامات الانشغالات تقدر تتواصل معنا عبر الهاتف ليظهر بين الحين والآخر أسفل الشاشة بلما ننسى ومواقعنا على مواقع التواصل الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي مفتوحة دائما لكم تخدمكم أنتم مشاهدين الكرام فقط رسلونا فقط أبعتونا مواضيعكم المواضيع اللي راكم حبين نعالجوها مواضيع اللي راكم حبين نهضروا فيها أيضا الموضوع عليكم الضيف علينا وأكيد الأسئلة أيضا علينا شكرا على التفاعل الدائم شكرا على التفاعل المستمر شكرا على الدعم على التعليقات الإيجابية أيضا اللي راكم وصلنا يوميا فقط نقلكم أيضا الرسائل اللي راكم وصلنا في مختلف المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي نقول لكم راح نجمعوها كلها ونحن enzyme أعداد خاصة باش نجاوبوا فيها فقط على الأسئلة الد�� الكم خاصة اللي راكم وصلنا بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكم مرحبا بك أسيا أسيا الحالة الجوية رهي كين حرارة ارتفاع محسوس في درجة الحرارة أعطينا تفاصيل أكثر على الحالة الجوية والوضعية نعم فيه ارتفاع لدرجة الحرارة أكيد ما أنه ما زال ما تخلنش فيه فصل الرابع لكن الأجواء الرابعية عموما على المناطق الشمالية لكن رح تعود ما زال فيه أنطار وما زال فيه أجواء بريدة إن شاء الله آه يعني رجع أكيد فيه رجع ابتداء من ربما 17 من شهر جميل يلا نخليك مع باقي التفاصيل شكرا لك يوسف إذا خلال صباحة هذا اليوم بإذن الله الأجواء تبقى صافية مستقرة أجواء هارعون خاصة بالمناطق الغربية من الوطن أجواء صافية بالنسبة للمدن الجنوبية خلال ظاهرة اليوم الأجواء أيضا تبقى صافية سماء صافية إلى مغشاة جسئيا على المدن الشمالية من الوطن الشرقية الوسطى وحتى الغربية أجواء صافية سماء مستقرة تماما على مناطق الجنوب الكبير بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا المستجلة خلال هذه الصباحة ستصل إلى 16 درجة بـ 24 على بشان مسجل ناش درجة بغردايا إلى 13 بويتسوف 13 درجة أيضا بورق لوحسن 14 في الجزائر العاصمة مسجل أربع درجة فقط أدنمي قياس بمطيق الجلفة 6 درجة بمرتفاد الأوراس 13 بيتامن راس 19 درجة بأقصى الجنوب الجزائري ببرج باجي مختار وعين قزان بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى المستجلة ظهيرة هذا اليوم ستتروح ما بين 26 إلى 28 درجة قد تصل حتى 30 درجة تحت الشمس بالمناطق الداخلية الغربية كمنطقة سعيدة على غليزان بيتلمسان تيارة البيض السيدي بالعباس ومعسكر 15 درجة بلجلفة 25 درجة بجزائر العاصمة مسجل 19 درجة بياس وحل الشرقية 17 بيقصنطين نصطيف على برج بوري ريج على قلمة بسا 28 درجة بعين 27 بأدرار 30 درجة بيتين دوف مسجل 30 درجة بيتام 8-30 بإليزي وكانة 40 درجة كأعلى من قياس بأقصى الجنوب الجزائري ببرج باجي مختار وعين قزان حالة البحر سيكون البحر الموما هادئ على طول الشريط الصحي لرياح غربية تماما من وصراتها تطرح ما بين 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة المعلومات الفلكية وقت أربا شمس لهذا اليوم سيكون على الساعة 53 دقيقة نشكركم على كارم من صغيواء المتابعة أودى إليك يوسف برنامج الشروق مورنينج شكرا لك أسيا وشكرا أيضا لكل التفاصيل شكرا إذن عودة لكم من جديد مرحبا بكل الناس لانضمتوا التح قتابنا الآن نقول لكم مفتكمش الكثير من برنامج الشروق مورنينج مختلف المواضيع ما زالها حاضرة معنا إلى غاية الساعة العاشرة إلا ربع مختلف الضيوف والمختصين والأخصائيين وبنا بعض لاحظات أكيد مشاهدنا الكرام فقط نذكركم بإمكانية التواصل معنا عبر مختلف صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماع ليهمنا كثيرا أكيد نسمع آراءكم ونقرأ تعليقاتكم الإيجابية خاصة لتدعمنا وأيضا اقتراحاتكم أيضا اللي عندكم ضيوف حابين يكونوا حاضرين معنا في البلاتون مع لكم غير ترسلونا تكتبونا الأسماء وتخلونا رقم الهاتف ومرحبا بالجميع أيضا باب برنامج شروق مرنق مفتوح لكل المواهب الشابة لكل الناس الناشطين في المجتمع المدني أيضا فالباب مفتوح للجميع خاصة لنرنا على أبواب رمضان أكيد نشاط الجمعوي يكثر في هذا الأثناء فإلا كنتوا ناشطين لعندكم جمعية خيريات بادرو بفعل الخير ومساعدة الغير ببرنامجنا مفتوح للجميع فقط توصلوا معنا وارواحوه نتعرف عليكم عن قرب قلت للمواهب الشابة إذا كان عندكم أيضا ستارتوب إذا كان عندكم مشاريع مو صغرة تحبوا تحكوا عليها تحبوا تكونوا قدوة للشباب اليوم اللي عندهم مشاريع عندهم أفكار عندهم أيضا ربما طموح وأحلام فالأكيد أنه انتوما راح توجهوهم وانتوما اللي راح تكونوا قدوة لهم إذن مشاهدين الكرام نقول لكم أيضا بل تقدروا ترسلونا مختلف الحكم لبرنامجنا باش نخير واحدة منها باش نقروها ونفتتحوا بها برنامجنا الصباحي في كل مرة فقط ترسلونا على الإيميل الظاهر أسفل الشاشة اللي هو الشروق مورنينج 2022 at gmail.com الشروق مورنينج 2022 at gmail.com مختلف الحكم اللي راح يتوصلنا من مولودنا الشعبي الجزائري العربي وإحنا دائما نخير واحدة من الحكم وحكمتنا لنهار اليوم تقول يلا نشوفوها مع بعض أها قال لكم مزال موجودة الحكمة يلا الفريق رأه الحد الآن يخير في حكمة واحدة ما زال لما يخير هلننقول لكم وشنو هي حكمتنا لنهار اليوم نروحوا إلى فقرات منشت ونتعرفوا على الصحف الوطنية والعربية نقروه وإياكم صفحات الأولى لمختلف الصحف الجزائرية والعربية من بعد نرجعوا إلى بلاتو الشروق مورنينج باش نواصلوا صباحيتنا ونواصلوا مواضعنا ونقاشتنا المختلفة وفي مختلف المجالات أكيد المواضع هي من اختياركم انتم من نروحوا إلى معرض الصحفة ورجعين أهلا بكم إلى معرض الصحفة لنهار اليوم والذي أقول نجوله من خلاله على أبرز الصحف الوطنية والعربية ونستهل جولتنا هذا الصباح بجريدة الشروق اليومي والتي عنونت موقعها الإلكتروني أو شروق أونلاين والتي كتبت الإنتاج 24 ساعة على 24 ساعة لضمان وفرة الزيت والساميد خلال رمضان في شأن الدولي كتبت التقارب السعودي الإيراني يضع المخزن في الزاوية وفي الشأن الوطني كتبت أشروق أونلاين وصول أولى السيارات النموذجية إلى الجزائر نذهب وإياكم إلى أبرز المواضيع التي لاقت رواجا على موقع الشروق أونلاين أي أن احتل المركز الأول مركز الفلك الدولي يكشف عن موعد رمضان 2023 بالجزائر بينما احتل المركز الثاني موضوع تصحيح أوراق الامتحان أو امتحان البكالوريا والبيام بالعابد يوضح في التفاصيل موضوع رياضي احتل المركز الثالث وفي المركز الرابع تذكير هام بخصوص مواعيد تأشيرة فرنسا في المركز الخامس أيضا أعبود وأسماء جديدة في قائمة المنتخب الجزائري خلال التربص القادم يعني نرى أن موضوعين رياضيين احتلاء الصدر على موقع الشروق من الشروق من الشروق اخترنا لكم هذا المقال والذي عنونا كالتالي وصول أولى السيارات النموذجية إلى الجزائر التي خضعت لمعاينة خبير المناجم والوكلة يهيئون غرف العرض وجاء في هذا المقال أقول التفاصيل التالية حيث كتبت إيمان كيموش تعقب عملية نيل الاعتماد النهائي لاستراد السيارات جلب النماذج الأولى للتشكيلة المعينة بالبيع المعينة بالبيع التي يعينها خبير المناجم ويخضعها للمطابقة كما يقوم الوكلة المعنيون في أعقاب ذلك بتهيئة غرف العرض وتعليق ملسقات العلامات التي سيتم بيعها وتكوين الموظفين الجدد حول النشاط مع العلم أن الحائزين الأوائل على الاعتماد النهائية أو الاعتمادات النهائية هم مستورد السيارات فيات أوبل وجاك وحسب مصادر ذات صلاة بالملف فقد وصلت السيارات الأولى النموذجية المستوردة للمتعامل فيات إلى الجزائر حيث خضعت لمعينة خبير المناجم الخميس الماضي في حين باشر المتعامل إجراءات استيراد التشكيل للبيع مع العلم أن العملية ستشمل جل مركبات هذه العلامات الإيطالية على غرار فيات بونتو وفيات خمسمائة وفيات خمسمائة سي ومركبات نفعية أخرى كما سيقوم وكيل أوبل أيضا باستيراد كافة التشكيل الموجودة لسيارات هذه العلامة في موضوع آخر نشر على شروق أونلاين عنونا كالتالي عمرت رمضان تذاكر الطائرة بداية من 13.5 مليون والجوية الجزائرية أقول تكشف عن أسعار الرحلات وجاء في هذا المقال الذي كتبت أسماء بهلول ما يليم تفاصيل هذه العمر أو العمر هذه السنة جاء فيها ما يليم تقرؤونه على الشروق أونلاين والتفاصيل تقول أماطت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اللي ثام عن أسعار تذاكر عمرت رمضان المقبل عبر رحلاتها النظامية بداية من 22 من مارس إلى غاية 18 أفريل المقبل وحددت أو حددت الشركة السعر الرحلة نحو البقاع المقدسة بنحو 13 مليون إلى 18 مليون سنطيم بينما بلغ سعر تذكيرلت الدرجة الأولى في الطائرة 19 مليون سنطيم وتضمنت مراسلة موجهة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لوكالات السياحة والأصفار المعنية بتنظيم موسم العمر جاءت تحت عنوان حملة رمضان 2023 عروضا خاصة بأسعار التذاكر موجهة للوكالات السياحية التي ترغب في التعاقد مع الجوية الجزائرية لنقل المعتمرين نحو البقاع المقدسة وتراوحت أسعار التذاكر ما بين 13.5 مليون إلى 18 مليون سنطيم بالنسبة للفترة الممتدة من 12 من مارس إلى 18 من أفريل المقبل بينما أسعار تذاكر الرحلات التي تبرمج في فترة الذروة حددت ما بين 14.5 مليون إلى 19 مليون سنطيم ونبهت الشركة في مراسلة تحمل رقم 76 تحوز الشرق أكيد نسخة منها إلى أن الأولوية في الحاجز ستكون لوكالات السياحة والأصفار التي سبق لها التعامل مع الخطوط الجوية الجزائرية في المواسم السابقة في ترتيب الأولوية خاصة خلال السنتين الماضيتين إضافة إلى رقم أعمالها خلال موسم المولد النبوي الشريف وخلال عمرة شعبان ورمضان بالنسبة للسنة الماضية وبالنسبة للحجوزات يمكن للوكالة حسب شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن تظفر بخمسون أو خمسين مقعدا في الطائرة ويمكن أيضا للوكالة أن تحجز مئة مقعد في الرحلة الواحدة مع تحديد آخر أجل لاقتناء التذكرة قبل سبعة أيام من الرحلة وأقصى شيء خمسا وأربعون جوما قبلها إذن بالمقابل أعلنت الشركة عن تخفيضات خاصة بالنسبة للمعتمرين الأطفال بثلاث وثلاثين في المئة من سعر التذكرة بينما الأطفال الرضع بلغت تخفيض نسبة تسعون في المئة من سعر التذكرة كما منحت الشركة لوكالات السياحة والأصفار إمكانية تسبيق الدفع الخاص بسعر التذكرة حتى خمسين بالمئة وذلك قبل ثلاثون يوما من الرحلة ويمكن للوكالة أن تدفع المبلغ المتبقي شريطة أن لا تتجاوز فترة عشر أيام قبل الرحلة إذن من الشروق أونلاين نذهب وإياكم إلى جريدة الخبر والتي عنوانت صدر صفحتها الجزائر تلعب دورا مهما ونحن ندرك ذلك ونشعر بالامتنان حسب الممثل السام لشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل للخبر كتبت جريدة الخبر على صدر صفحتها زلزال ديبلوماسي بارتدادات دولية بعد الاتفاق السعودي الإيراني والذي يعيد رسم خريطة التوازنات واستئناف العلاقات بين الرياض وطهران تعزيز للمقاربة الجزائرية وترحيب عربي ودولي بالاتفاق والرعاية أكيد صينية أقول تقرؤون على الصفحة الأولى لجريدة الخبر اليومي بعد ترخيص من وزارة المالية التوظيف في 19 ألف منصب بقطاع الصحة من جريدة الخبر اليومي ننتقل وإيكم إلى جريدة أخبار اليوم والتي كتبت الجزائر تشق طريقها بخطة ثابتة وأكيدة لتجسيد مشروع التنمية المستدامة وحسب مجلة الجيش الفريق أول شنغريح أشرف على تنصيب العقيد جريبي كمدير لأمن الجيش بالنيابة تقرؤون أسفل الصفحة الأولى لجريدة أخبار اليوم كابوس الوخص بالإبار لا يزال يرعب الأطفال والأولياء كتبت الجريدة أيضا على الصفحة الأولى المواد الغذائية ستكون متوفرة خلال رمضان حسب وزير التجارة والذي طمأن المواطنين في موضوع آخر كتبت أيضا رئيس أغندا في الجزائر إلى غاية الثلاثة وجمعته مباحثات بالرئيس تبون هذه تعليمات وزير التربية لمسؤولي القطع أكيد تقرؤون التفاصيل في الجريدة من جريدة أخبار اليوم اخترنا لكم هذا المقال والذي جاء فيه المواد الغذائية ستكون متوفرة خلال رمضان أين صرح وزير التجارة وترقية الصادرات كما دير الزيق من أن المواد الغذائية واسعة الاستهلاك ستكون متوفرة طيلة شهر رمضان المبارك حيث تعمل مصالح القطاع بالتنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية الأخرى ذات الصلة لتوفيرها خصوصا خلال الشهر الفضيل تنفيذا لتعليمات السلطات العليا في البلد وذكر الوزير رزيق على هامش بدورها متوفرة طيلة الشهر المبارك عبر كافة ولاية الوطن وأشر الوزير إلى أن التعليمات قد وجهت إلى مصالح الرقبة وقمع الغش بضرورة ضمان جاهزية تامة والتنسيق مع المصالح الأمنية للوقوف على مدى توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسواق خلال شهر رمضان إذن من جريدة أخبار اليوم ننتقل وإيكم إلى جريدة الجمهورية والتي كتبت في صدر صفحتها وهران ولاية عتشة وعودة الطوابير ومشاهد اللهث وراء أقول الصهاريج ولا تحسن في برنامج التوزيع رغم ارتفاع منسوب السدود كتبت أيضا جريدة الجمهورية الرقمنا زر الدولة الضغط لمحاربة الفساد والبيروقراطية ولتكريس النزاهة والشفافية تقرؤون على الصفحة الأولى لجريدة الجمهورية اليومية لابن أخرى في مصاري تدعيم علاقات التعاون والرئيس عبد المجيد التبون يستقبل رئيس أوغاندا في هذه الأيام نذهب وإياكم إلى التيارة التي كتب فيها التكفل بست آلاف مصاب من مركز المعاقينة حركيا في عين تيموشانت مسابقة توظيف بمديرية التربية و ألف ومائتين مترشحية تنافسون على ثلاثة عشر منصبا بالبيض سعر التمور يتراوح ما بين مئة وخمسون واربعمائة دينار جزائري قبيلة رمضان وتقرؤون في الرياضة العودة إلى لعبة الحسابات جمعية وهران ونصر حسين داي صفر لصفر من جريدة الجمهورية ننتقل وإياكم إلى جريدة المشوار السياسي والتي عنونت صدر صفحتها الفريق الأول شنغريح يسدي تعليمات لإطارته ابذلوا جهودكم خدمة للوطن والتزموا بمهامكم وتنصيب العقيد محرز جريبي مديرا مركزيا لأمن الجيش كتبت المشوار السياسي على الصفحة الأولى في موضوع السيارات والاقتصاد هذا هو جديد استيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات ووصول المركبات سيكون بأقل تكلفة وأحسن نوعية تقرؤون في الرياضة خمسون ألف تذكيرا لمباراة بالوزداد والزمالك وأسفل الصفحة تقرؤون سب المخلفات المالية لموظفي الطربية قريبا بالإضافة إلى مختلف المواضيع التي جاءت على الصفحة الأولى للمشوار السياسي من جريدة المشوار السياسي ننتقل وإيكم إلى جريدة الشرق الأوسط والتي كتبت في مواضيع دولية بخموت الشرق بيد أقول فاجنر أقول والغرب مع أوكرانيا ترحيب عربي ودولي متزايد بالاتفاق السعودي الإيراني ميقاتي يقول للشرق الأوسط لا مساعدات للبنان قبل الإصلاحات وإفلاس بنك أمريكي يهز القطاع المصرفي في الشأن السوداني كتبت الشرق الأوسط الجيش السوداني يؤكد التزامه الاتفاق السياسي وتقرؤون أعلى الصفحة الأولى الكاظمي للشرق الأوسط الحوار السعودي الإيراني كان صارحا وشاملا وكان أيضا مثمرا من جريدة الشرق الأوسط ننتقل وإيكم إلى جريدة القدس العربي والتي جاء فيها أهم موضوع كتبت أمريكا في المنطقة وانحي في المنطقة إنحصار أم محاقة كان هذا أبرز عنوان تصدر جريدة القدس العربي وبجريدة القدس العربي نختم جولتنا لنهار اليوم في معرض الصحافة وشكرا على كرم المتابع والإصغاء في أمان الله إذن فيتكي في باكل تكي ما قرأت العنوان من رح نحكو فيه على الهرب الغذائي السابق يعني كون نحكو فيه في برنامج الشرق مورنيك رح نكمل بعض التوصيات من أجل حياة صحية من أجل حياة هالثي ومن أجل أيضا تصحيح بعض الأخطاء الشائعة والموروثة خليني نقول أنه إحنا تعودنا وتوارثنا بعض العادات السيئة والعادات السلبية في حياتنا اليومية في نظامنا الغذائي تحديدا كبرنا عليها ولكن للأسف بعض الدراسات ولا بعض الدراسات الكثيفة في مختلف المخابر العالمية أبطلت الشيء اللي كنا ولا اللي تربينا عليه فضروري نواكب العصر وضروري نمشو مع العلم خاصة أنه اليوم العلم متوفر ومتاح للجميع وأكيد باش نفصلوا بهذا الموضوع أكثر وأكثر تلتحق بنا لهذا الأثناء خديجة بن علال أخصائية تغذية صباح الأنوار أهلا بيك أهلا بيك يوسف صباح الخير لك صباح الخير لكل متابعين قناة شرق نيوز شكرا لك سيدة خديجة أكيد الجمهور تعود عليك في هذه الفقرة وتعود على كل النصائح والتوصيات التي تقدمها ولكن هذا أول لقاء بيني وبينك صراحة أنا من بين الناس اللي كنت نشوفه كنت ناخذ بالنصائح خاصة أني من الناس ولا من النوع اللي يتبع نظام غذائي صحي صحي جيد جميل فالأكيد يهمني كل الأراء ويهمني أني ناخذ الجميل منها كنت سمعتكم يعني بالأعداد السابقة حكيتوا على بعض الأنماط الغذائية السلبية اللي اعتدنا عليها إحنا كمجتمع الجزائري بداية من فطور الصباح إلى غاية العيشة بداية قبل أن تخلوا في الموضوع هل تشوفي أنه اليوم الجزائري بدأ ينتبه إلى هذا النقاط وبدأ يطور ويغير في نمط غذاء ويروح إلى ولا يتجه إلى نمط غذائي سليم ولا مازاله بعيد صحيح يوسف كما ذكرت أولا نرحب بك مرحبا بك ومرحبا بيا عندك شكرا والحاجة تكلمت على الوعي الغذائي عند الجزائري وأنا نلاحظ أنه حقيقة بدأ الوعي في المجتمع الجزائري مع ظهور الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فهنا يلاحظ أنه بدأ الوعي لو كان نرجع عشر سنوات للوراء يعني نقدر نقول لك ما كانش كين وعي غذائي بتاتا الآن الحمد لله الناس بدأت تتفيق بدأت بدأت تبحث أيضا على مثلا مخاطر السكر على مخاطر مثلا المقليات على مخاطر المشروبات الغازية كل هذه الأمور الناس بدأت تتقف في مجال الغذاء وحتى بدأت نحن نقعتك في النقطة هذه مع ظهور التكنولوجيا مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا انتشرت بعض المعلومات أيضا لمغلوطة خلينا ما ننكروش هذا الشيء وإننا ستتبع فيها وراهي يعني تهلك في صحتها صحيح هناك الكثير من المعلومات المغلوطة وفي نفس الوقت كين المعلومات اللي ما زلنا نتبعو فيهم خلينا نقول لك معلومات قديمة اللي خرجت ممكن في السبعينات في الثمانينات الجديد وأنه نستغني عن المعلومات القديمة فالناس لما تقدم لهم معلومات الجديدة يعني اللي محتمدة على دراسات حديثة على حتى أنه حتى أنه ننتبه للتصرفات تعالى تعالى الناس حاليا مع الغذاء الناس يعني كين لتتقبل وكين لتقعد شدة في المعلومات القديمة فخليني أقول لك أنه كما السيارة تغيرت من السبعينات للآن الملابس تغيرت من السبعينات الآن حتى فيما يخص الغذاء وحتى فيما يخص الطب حتى فيما يخص المعلومات الطبية وفر غذاء تحديدا حتى يعني ربما في القيمة الغذائية على غذاء تغيرت لا صحيح هذا ما نقدرобще ننكرها ما نقدرش ننكرها وبالتالي كثير من التعليقات تقول لي أنه إذا ما قدرناش ناكلو يعني صحي مئة بالمئة فيعني ما ننكلوش كامل أنا ما نقدرش نقول لكم أنه نقدر نكونوا صحيين مئة بالمئة لأنه كانت تلوث الهواء تلوث الخضر والفواكد أكيد ما نقدرش نكونوا صحيين مئة بالمئة ولكن الإنسان يحاول قدر الإمكان أنه يعيش صحي ينقص يعني من كل هذو الأطعمة السيئة هذا رح يشوفها على الصحة نتاعه جميل كي الناس بزاعة لبلهم لم تبعين النظام أو الهارم الغذائي القديم إلى غاية اليوم ما بدلوش نروحوا إياك نشوفوا النظام الغذائي القديم قبل أن نروحوا إلى التحديث ولأخر نظام الغذائي بداية نطلبه من المخرج يحطينا نظام الغذائي ولهارم الغذائي القديم يلا الهارم الغذائي القديم كلنا نعرفوه أول هارم الغذائي الذي خرج في 1976 في السويد وبعدها تم تعديله عدة مرات أخر تعديل كان في 2005 أخر تعديل نظن كان في 2011 في أمريكا لأن أمريكا الآن أصبحت تعتمد على أولا على الصيام المتقطع وأصبحت تعتمد على نظام الكيتو لما تدخلوا في التفاصيل لازم له حلقة لازم له حلقة مخصصة الآن فيما يخص هذا النظام الغذائي المعتمد على النشوية كنا نشوفوا القاعدة الكبيرة هذه المعتمدة على النشويات خبز، ماكارونا، بطاطا كل أنواع العجائن هذه يقول لك حتى تلحق حتى من 9 إلى 11 حصة في اليوم 9 إلى 11 حصة في اليوم راهي حصص كبيرة جدا مبالغ فيها كثيرا هنا نشوفوا حاليا نسب الإصابة بمرض السكري يعني تقول لي وشنو هي علاقة مرض السكري بالنشوية النشوية ما راهيش سكر نحن نعتقد أن مرض السكري جغل من الحاجة حلوة كناكلها خليني أقول لكم أن النشوية هي عبارة عن سكريات لأن النشوية هي اتحاد آلاف الجزئات من الجلوكوز وبالتالي النشوية بمجرد أنها تدخل إلى الجسم راح تتحول إلى سكر فإذا كلينا آرز راح يرفع لنا نسبة سكر في الدم إذا كلينا بطاطا يرفع نسبة سكر في الدم نفس الشي بالنسبة للخبز وخاصة الخبز الأبيض المحضر من الفارينة البيضاء أخذني فقط في هذه النقطة الشوفان يدخل ضمن النشوية؟ الشوفان هو الحاجة المليحة في الشوفان هو أنه فيه ألياف وفيه بعض البروتينات ولكن يدخل ضمن خانة النشوية ولكن يعتبر أحسن من هذه النشوية خاصة النشوية المكررة لأن أصبحنا نعتمد عليها كثيرا ممكن الكثير اللي رأيهم يشوفوا فيها الآن ويقولوا لي إحنا ما لنا بكري كلاو وكلاو القمح وكلاو الشعير ومسرع لهمش كل هذه الأمور كانوا يأكلوا القمح يعني يجيبوا القمح الكامل ويضطحنوا ويستعملوا هذه الدقيق الآن إحنا أصبحنا نستعمل الفارينة الفارينة مراهيش كما الدقيق مراهيش صحية مراهيش صحية بتاتا لازم نعرفوا أنه باش لحقتنا الفارينة هكا كبيضة راهيجازت بالعديد من مراحل التكرير والمواد الكيميائية المبيضة لخليني يقولكم أنه تشبه المواد اللي يستعملوها من أجل سباغ الشعر لهذه الدرجة يعني تتشابه ما نقول لكش نفسها ولكن تتشابه في الصغاء الكيميائية فكي نفرق بين أن نستعمل فارينة القمح الكامل والدقيق القمح الكامل والفارينة الخبز الأبيض هو مجرد سكر لازم نعرف أنه الباقات اللي هي الخبزة اللي نشروها من عند البولانجي فيها 22 قطعة سكر يعني كانت بكري فقط الحصة الكبرى كانت للنشويات كانت للنشويات أولا لأنه لازم نعرف أنه إلا رجعنا 50 سنة للوراء لازم نعرف أنه الجزائر كانت في فترة استعمار ما كانش كيين الشي كان الطعام كان قليل فهما كانوا معتمدين على النشويات كانوا معتمدين على القمح وكانوا معتمدين على الشعير إلا ما عندوش كامل وشية كل يديروا هذه الكسرات على القمح ولتاع الشعير الآن الأمر مختلف ما نقدروش نعتمد على نفس نمط الغذاء القديم وإحنا زدنا له حاجات إضافية بمعنى زدنا له حاجات إضافية ولينا ناكله القطة ولينا نشربه القازوس في كل وقت ولينا ناكله الخبز الأبيض اللي ما كانش متوفر قديما والعجائن هذه العجائن المكررة كما كل هذه العجائن الأنجيسخية الصناعية هذه اللي نستعملوا فيها فالمشكلة هنا مشكلة كميات الحصة من 9 إلى 11 حصة رهي كمية كبيرة جدا وخاصة إذا كانت بطريقة يومية نشوفوا أيضا في الهرم الحصة الثانية الكبرى هي للخضر والفواكه نعم الخضر والفواكه يعني للأسف لما نتكلم على الخضر والفواكه الفاكهة تكون أقل من الخضر لأن الفاكهة أكيد فيها سكريات ما ننكروش أنه فيها فوائد فيتامينات فيها معادن مضاتت أكسدا ولكن في نفس الوقت فيها سكريات عالية جدا عالية جدا وخاصة إذا سمحت لي نتكلم على عصائر الفواكه نحن نعتبر أنه عصير البرتقال هذا الجدغانج اللي نتناوله عادة مع الصباح نعتبره صحي لأنه يحتوي على فيتامين سي إلى آخره فما ننكروش أنه فيه فيتامين سي فيه ولكن فيه كمية سكر كبيرة علاش؟ لأنه باش ناكلوا حباتينا ناكلوا يعني حبة فقط نقطعوها يعني ممكن نستغرقوا فيها خمس دقايق من ثلاث دقايق إلى خمس دقايق باش ناكلوها الآن باش نحضروا عصير عصير برتقال لازم منها على الأقل شحال ثلاثة حباتينا هنا نشوفوا كين فرق بين أنك تاكل ثلاثة حباتينا وحباتينا يعني فرق كبير جدا زيت في العصير أنه كل الألياف هذيك اللي تكون في الفاكهة يعني رح تروح مع العصرة وشنو هما ليس فائدة وشنو هي الفائدة تاعة الألياف الألياف رح تعطل دخول السكر إلى الدم وبالتالي السكر تاعة الفواكه اللي رح يدخل يعني ببطع كيناكلوا هذيك حباتي البرتقال كيناكلوا بالألياف انتحها هنا في العصير الألياف هذيك رح تروح وبالتالي السكر الفواكه هيدخل مباشرة إلى الدم جميل فقط في هذه النقطة ربما وشنه هي المواد اللي نقدره نجيبه منها كمستهلكين ربما الفيتامين سي من غير البرتقال البرتقال كين البرتقال يعني ماشي ما ناكلش البرتقال ناكله ولكن باعتدال ولكن نقدر نغيره ولا نجيبه الفيتامين سي ليحتاجها الجسم الإنسان من أي مادة؟ من الخضر الخضر كما الفلفل فيه فيتامين سي كما الأوراق الخضراء فيها فيتامين سي كما الطماطم فيها فيتامين سي يعني الكثير من الخضر والفواكه أيضا لفيها الفيتامين سي يعني أنا وش حبيت الرسالة حبيت نوصلها لا داعي لعصر الفواكه من أجل حصول على الفيتامين سي الآن أنا شو أقول لكم كامل ما تشربوش عصر الفواكه ممكن تكون خرجة على الأصدقاء ولا تروح تزور الأم التاعك تعصر لك التينة ممكن أنه نتناول عصر الفواكه ولكن الحاجة اللي حبيت نقولها لا نعتمد عليه بطريقة يومية ونعتبره ونزيد ونعتبره صحي نفس الشيء بالنسبة لتمر بمجرد أنه نعتبره صحي فهنايا نقدره ممكن يقول لك نقدرنا كل عشرة حبات حتى خمستاش نحباتها ما هو العدد المسبوح بالتمر؟ ما هو العدد المسبوح الآن يعني على حسب كمية السكر كامل اللي كلناها في النهار الآن لإنسان نقول إنسان ما كلاش في اليوم كامل سكر ممكن على حساب الاكتيفيت التاعوي على حساب الناشاط التاعوي على حساب إلا كان رياضي إلا كان النهار كامل هو قاعد في المكتب يخدم فهنايا تختلف الكمية ممكن يروحوا من ثلاثة حتى خمسة حبات يعني في اليوم على حسب المجهود للإنسان راهو يدير فيه مثلا نعطيك مثال فرق بين زوج يخدمه مثلا واحد يخدم ماصون بناء وواحد يخدم في الإدارة نهار كامل هو قاعد فهذا الزوج الجسمين هذو المعطايات مختلفين البناء اللي هو الماصون اللي يأكل التمر بزيف هنا رح يحرقوا لكن إنسان اللي راهو قاعد في المكتب نهار كامل هو قاعد في المكتب ما يقدرش يأكل كمية سكر كبيرة كمية تمر كبيرة طيب بالنسبة للتمر شحال ولا الفترة ومشنو هي الفترة اللي يفضل أن يؤكل فيها التمر هل الفترة الصباحية أو الفترة المسائية أو عادي في كل عادي يعني ما عندهاش ما عندهاش كوقت محدد فقط أنه نتفدى ما طرح تخزن كدهون في الفترة الليلية خاصة لما يأكلها ورح يرقض الإنسان اكزاكتما أني حنتكلم على الفترة الليلية خاصة الفترة الليلية أنه نتفدى وهذا كالأكل تعليل بزاف ناس يقول لك أنا نكون قاعد ناش تعلية تنفح لي حاجة رح نأكل رح نأكل أي حاجة 90% من الجزائريين هكذا أكيد 90% فهذا التصرف يعني مضر جدا جدا أول حاجة لي تضرر من هذا التصرف لهو الأكل في الليل هو الكبد لأنه الكبد لما نتعشاه أول زوج سوياع ولا ثلت سوياع رح يقوم بهضم الأكل هذو الساعات الأولى وبعد الساعات اللي يجو حتى تعليل حتى لصبح هنا يقوم بتنظيف الجسم لا ديتوكس تعليل الجسم يقوم بها الكبد الآن أنا لما ناكل في الليل لما ناكل على الحدى شتاع الليل وعلى الاثنى شتاع الليل رح نوقف تصفية الجسم وتنقية الجسم ورح نشغل الكبد انتاعي بالهضم فهنايا رح تتوقف عملية الديتوكس تعليل الكبد ما حال هو الوقت اللي لازم الإنسان يحبس فيه الأكل الأكل خلينا نقوله يعني كحد أقصى ماكسيموم ماكسيموم تسعة تعليل ماكسيموم لأنه رهو تخل في الروطار ولكن ماكسيموم من المستحسن يكون 8 تعليل يعني وقت ملائم جدا وهنايا من هذا الباب اللي تسمح لي كانت نتحدث على فاطور الصباح اللي تكلمنا عليه في الحلقة السابقة على فاطور الصباح ممكن الناس ما فهمونيش منيه فاطور الصباح هو ما راهوش أهم وجبة في اليوم احنا يكبرنا وحتى احنا يقرينا كمختصين تغذية أنه فاطور الصباح هو أهم وجبة في اليوم ولازم تكون يعني بالكميات وبالنوعيات الآن الدراسات أثبتت أنه فاطور صباح ليس أهم وجبة في اليوم بدليل أنه صباح كالنوضو نوضو شبعانين يعني الأغلبية فينا النوضو شبعانين والنوضو ناكلو لأنه والفنا لأنه عادة من عادتنا أنه كالنوضو صباح نوضو قبل ناكلو وأهم أكبر دليل على أنه صباح كالنوضو شبعانين شكون هما الصباح اللي نوضو شبعانين الأطفال الصغر أتفاصل راكي نظر الصباح يقول لك أني شبعا فهنا هي هذه المعركة تبدأ بين الأم وبين الطفل كل لا لا ما ناكوش لا لا كل لا ما ناكوش وتبدأ هذه القلق اللي يجي في العائلة جميل ولكن شوفي كين بعض الأطباء والمختصين ينصحوا يقولوا الدراسات حتى الجديدة تقول لك ربما في الفترة الصباحية يقول لك الإنسان ما يكلش الصباح يقول لك لازم حتى بعد ساعة من تنوض وترياه باش تبدأ تقدر تشرب منبهات للجسم هذه كنقطة أولى كنقطة ثانية كان بعض الأطباء والمختصين أيضا اللي ينصحوا ويقول لك ربما ما تاكلش حتى 12 صباح تا منتصف النهار ما صحة هذه المعلومات خاصة أنها من عن أطباء ومختصين كبار أكيد المعلومة هذه جد جد صحيحة والآن في الدول المتقدمة أمريكا وأوروبا حتى أولا ويطبقوا في الصيام المتقطع وشنو هو الصيام المتقطع أنك ما تاكلش الصباح ممكن تشرب الماء ممكن تشرب القهوة ونتيزان تيزانة ولا شيء يعني بدون سكر طبعا هذا الصيام المتقطع هو المباعدة بين الوجبات صحة والإنسان لنط بكري نضع لربعة أصباح واللي على قدرش يبدأ يأكل شوف أنا دايما نقول يعني تبع إشارات الجسم من تاكل إذا كان نط صباح ربعة أصباح من تارك جيان حاسس بالجوع هنا تقدر تأكل إذا كان صباح نط كما نقول نط مسقف ما تقدرش تأكل هنا نقدره نتفاداه هذه الوجبة لينفورسي ورواحتي هنا صباح أنه نأكله كين بزاف ناس يدخلوا في حالة غثايان بمجرد أنه يفورسي يروحوا الصباح بش يأكل فإذا نط صباح حسيت روحك شبعان ما ركش قادر تأكل ما تحتمش على روحك الأكل يكون مع إشارة الجوع على عكس الماء اللي يقول لك ما تخليش روحك حتى تعطاش باش تشرب يقول لك لازم تشرب بين فترة وأخرى بين فترة وأخرى يعني تفكر نفسك أنك تشرب ولكن ما ندخلش في هذيك أنك تشرب حتى ثلاثة لترات ولا ربعة لترات من الماء هذا كثير جدا لأنه رح يخليك تفقد الكثير من المعدن فالأكل والشرب يكون على حسب الإشارات جميل نروح ربما إلى الهارم الحديث اللي رانا نشوفه اللي قام بواحد من الباحثين من جامعة هارفورد تحت عنوان The Healthy Eating Pyramid يلا أكيد هذا هو الهارم الجديد اللي الآن أصبحنا نشوفه النشوية رهي طلعت بدرجة بعدما كانت النشويات في القاعدة في القاعدة هي أكبر حصص نعتمد عليها في اليوم الآن رانا نشوفه أنه قلت نسبتنا شويات علاش لأنه لاحظنا أنه الناس تخلط بالملايين في مرض السكري وبالتالي هنا أصبحنا رانا نشوفه الحصة الكبرى راحت للخضر الحصة الكبرى راحت للخضر أيضا وراحت ثاني للدهون الطبيعية طبيعية أكيد الدهون الطبيعية وحتى للحوم مختلف أنواع اللحوم فقط ثاني اللحوم كانت الفوق كانت من كلاسيا ربما ما قبل الأخيرة قبل الحلويات وقبل المشروبات الغازية كانت لكم تبا اليوم راهي أعطوها نسبة كبيرة خاصة أننا هدروا على الدهون الطبيعية الدهون الطبيعية وخاصة دهون الحيوانية اللي كنا سنوات وإحنا متخوفين منها صح كانوا ربما كانوا ينصحوا بك يقول لك ابتعدوا عليها يقول لك حداري ممنوع أكيد معلها بزاف كلمة ممنوع صحيح كما الصفرت على البيت كما الأجبان الطبيعية كما اللحوم خاصة اللحوم الحمراء اللي فيها نسبة كوليستيرول عالية الآن أعطوها أهمية أهمية الآن أصبحنا نشوفوا أنه من اللي بتعدنا على الدهون الحيوانية زادت أمراض القلب وشرين في هذه الحالة نرجعوا إلى وش قالوا أن أجدادنا قال لك أكيد نرجعوا الأكل تأجدادنا وفي نفس الوقت نرجعوا للحركة اللي أجدادنا كانوا يديروها صح لأن أجدادنا ما كانواش ما كانش عندهم سيارة كان عندهم جهد عضالي كبير وبدل كانوا يخدموا الفلاحة صح حتى المرأة كانت الأعمال المزيئة تحشاقة جدا فهذاك الأكل حتى اللي كانوا معتمدين على النشوية بزاف فكانوا يحرقوا هذوك النشوية كان مزال حد الآن نحيوهم بالمناسبة ونقول لكم يعطيكم الصحة ونقول لكم الشيء اللي راكم تقوموا به صحي جدا 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 فقط تواصلوا وما لكن مش لدرجة الإرهاق ولكن عسوا صحتكم فتحية احترام لكل سيدات اللي راهم موجودين في الأرياف للنساء الجزائريات اللي في القرى واللي رام يشوفوا فينا في هذا الفترة الصباح يا تحية احترام وتقدير لكم نرجع لك أستاذة فضل نكملوا في البيراميد أو الهرم الغذائي الحديث كنا نتكلموا على اللحوم أنه اللحوم يعني أعطوها أهمية كبيرة أكيد أنه ربطت اللحوم بالإصابة بأمراض القلب وشرايين وارتفاع الكوليستيرول ولكن منذ الابتعاد على هذا الدهون الحيوانية خاصة أصبحنا أصبحنا نرى أنه كثرة الإصابات بارتفاع دهون الدم ارتفاع الكوليستيرول كثرة الإصابات بأمراض القلب وشرايين وهناية كل هذه الأمراض ناتجة عن مرض السكر مرض السكر اللي يجينا من النشوية والسكرية جميل نكمل ونواصل في المرتبة الثانية رانا نشوفه ربما النشويات وزيوت أيضا نرجعه أيضا نشوفه نشوفه أيضا إلى نروحه ربما إلى المرتبة الثالثة الأسماك رانا نشوفه أكيد الأسماك واللحوم وعلى ما أظن بعض البقوليات البقوليات صح أكيد لأنه حتى البقوليات يعني من النشوية فيها كمية معتبرة من النشوية أكيد البقوليات كما عندنا الفاصولياء البيضاء والفاصولياء الحمراء كما نسموها اللوبيا أكيد فيها نشوية العدس العدس ثاني خاصة العدس البني هذا اللي فيها القشرة عندنا الحمص عندنا الفول كل هذه عبارة عن بقوليات اللي فيها كمية معتبرة من النشوية وحتى الفول السوداني اللي هو الكوكو اللي هو مصنف ضمن البقوليات مش مصنف ضمن المكسرات فهنا لازم نديروا تحديث كما درنا تحديث في كل المجالات حتى الهواتف النقالة راه تحدثت وراه تبدلت فلازم نديروا تحديث على مستوى التغذية على مستوى أيضا على مستوى كل العلوم بما فيها العلوم الطبية نزيد نشوفوا أيضا ربما الأجبان وراه نزلت بدرجة أهمية أكبر من الهرم السابق الأجبان فيها فوائد كثيرة اللي كما قلت لك سبق وقلت لك يوسف أنه تم التخوف من الأجبان وصفار البيض واللحوم يعني كنا خافوا منها تسبب بنا ارتفاع الكوليستيرول ولكن ثبت أنه الكوليستيرول الغذائي يعني الكوليستيرول اللي موجود في الأغذية هو ليس سبب في ارتفاع الكوليستيرول في الدم ارتفاع الكوليستيرول سبب انتاعه هو تناول كثير من السكرية والنشويات والتدخين والمواد الكيميائية فهنا كل المواد الطبيعية يعني اللي خلقها الناربي نقدروا نتناولوها وهي ليست أسباب في ظهور الأمراض نجمع نروح إلى الحصة الأقل لنشوفها للحلويات الحلويات قد دايما هي اللي الأقل أكيد والله يشوف يوسف حناية في المجتمع الجزائري يعني ناكله الحلوة ناكله 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 شوف يصباح يصقى قهوة بالحلوة خاصة القحوة قاوح لي بمعجون ولا قاطو وعندك تالعشية تاني ضروري جدا وعندك الصهرات الصهرات موضوع رمضان هذاك موضوع طويل جدا اللي راح إن شاء الله حين تتكلموا فيه ولكن الحلويات يعني خليني نقولكم على بني المعلومة مايش حتعجبكم ولكن الحلويات ماشي باش ناكلوها كل يوم خاصة صبح وعشية على هذين قلوب اللي نرجعو للفاتور الصباح اللي نقدروا نستغناء عليه نقدروا ما ناكلوش الصباح نستغناء حتى لفترة الغداء وهناي راح ننتبهوا بالمرأ ناش راح ننجوعوا في الفتراء الصباحية فالحلويات مراهيش حاجة لينقدروا نتناولوها يوميا فالك ما تعجبش الجزائريين ولكن صحية تتولي عليهم بالنفع أكيد أكيد لأنه يوسف كين كلام ما يعجبش ولكن ينفع صح كلام ما يعجبش ولكن ينفع أنا لما نقول للجزائريين ما تاكلوش قطو ما يعجبهمش الحال ولكن هذا الشي ما يقدروش من قدرت الجزائريين والله والله يشوف أنا على حسب ما ننتعامل مع الناس أنتشار الأمراض كل واحد عنده في البيت مريض ربيشة فيها على كل حال ولكن ضروري نهتم شكرا لك سيدة خارجة بالحلية كنت حاضرة معنا في هذا الصباح وشكرا على كل التفاصيل إذا نسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام أزول فلو معنا في هذا الأدد الجديد من ضيف المورنينج اليوم الموضوع مهم جدا يتعلق بصناعة وكل ما تحوي يتعلق كذلك بقطع السيارات هناك الجديد الجديد الذي لم تستمع من قبل فيما يخص هذا الملف أخبار حصرية ستعلن من خلال هذا البلاطو بعد قليل لهذا قادوا معنا وقادوا في المتابعة كذلك هناك مواضيع تخص التحضيرات لشهر رمضان المبارك وقضية تقييس هذه اللي غابت على الجزائر وبدأت تعاوته اللي في الآوينة الآخرة ساعة دوما أن يكون ضيفي سيد عبدالعزيز جند مدير العامل التنافسية بوزارة الصناعة شكرا على قبول دعوتنا صباح الخير صباح الخير وصباح الخير على المشاهدين الشروق وشكرا على الاستضافة سيد عبدالعزيز جند أبدأ معك بملف السيارات حتى الأقل من دراجي والمشاهد يعني إذن ما الجديد في هذا الملف قضية بداية دخول السيارات المستوردة متى سيبدأ التسويق هل هناك جديد فيما يخصها بالملف كلما السيارات المستوردة والله ملف السيارات يعني كما سبق وذكرت أنه أخذ حيز كبير يعني من اهتمامات المواصن اهتمامات للصحافة بصفة عامة والملف يعني الحمد لله ربما رأنا في خرجنا من نافق انتها هذا الملف أحضرته معنا تسليم يعني ثلاث اعتمادات نهائية لثلاث عملاء في تسويق المركبات لأنه ملف المركبات بصفة عامة وليس السيارات فقط ايضا هناك ملفات قيد الدراسة وسوف تفضي يعني إلى تسليم رخص نهائية لتسمح لهذه العملاء باستيراد المركبات ويعني استجابة لطلبات الموطن وطلبات السوق ان شاء الله تتحمل مسؤولية اني اعلنت ان هناك اخبار حصرية ستعلن من خلال البرنامج فيما يخص ملف السيارات قضية فيات الله هي فيات متى تدخل اول سيارة فيات سابقة وان تم الامضاء على يعني عقد شاركة في اكتوبر الفين واثنين وعشرين سوف تكون هناك انتاج لسيارات فيات في الجزائر وسوف تصدر اول سيارة ان شاء الله قبل نهاية السنة يعني في حدود نوفمبر ديسمبر من الفين يعني تصنع اول سيارة فياتنا في الجزائر اذا في هذه النقطة فقط سيب لازيس جند المعلومات تحدث انه عملية التجربة او لازيسة اوتوموبيل هادو ما رح يكونو خلال شهر سبتمبر اذا كان الانطلاق يعني في المصنع يوجد في اوت فبالتأكيد في سبتمبر تبدأ يعني انتاج او تصنيع اول سيارة تصنيع اول سيارة فتوصلنا وتمر الى بالفعل التجارب وايضا لتدقيق من قبل مصالح المناجم عندما تكون سيارة يعني تستجيب لي المواصفات تستجيب لي دفتر الشروط فالتالي سوف تسوق اذا فيات نهاية نوفمبر سيارة فيات عملية تجربة او تجربة من خلالها رح ياخدوا الموافقات وزارة المناجم هكذا تبدأ في سبتمبر على ان تسوق اول سيارة اه لفيات نهاية نوفمبر الفين و ثلاثة وعشرين هكذا ولا ارد ثلاثة وعشرين نعم الفين وثلاثة وعشرين ان شاء الله يخلني واندراكم باللي في الفين وثلاثة وعشرين ننتهي من ملف السيارات نعم قبل نهاية السوداسي ان شاء الله هتكون هناك السوق يعني عدة انواع من المركبات سوف تسوق وبالتاليفة عبما نعم اكتسبقني خليني نظر بالاقل يا سيجند انترك تعلم مما انا حب تعرفني ان والله كان سيارة فيات انتهينا قلنا سيارة الاسبوع القادم تبدأ عملية تسويق سيارة فيات المستوردة فيما يخص اوبل هذا الامور يعني الاسئلة هذه احنا في وزارة صناعة دورنا انه ندرس ملفات الملفات تستوي في شروط وتستجيب لدفتر شروط منحة الترخيص الان متى تدخل سيارات ماذا بنا تدخل في اقرب وقت يعني الاستجابة للطلب ولكن هذا السؤال ربما من الارجح يعني ان يطرح على الوكلاء او عملاء الذين سوف فيما يخص الاعتمادات التي ينتظر الترخيص لها او يعطاها متى يتم اعطاها الترخيصات او يعطيوها الليزا قريبون اللهي الترخيصات كانت تمنيا يعني حالة ما تدرس وتستوي في شروط فتسلم الترخيصات يعني هناك لجنة قتلك لجنة مستقلة متعددة القطاعات وهي تنكب على دراسة هذه الملفات وتفتي فيها يعني في حدود القانون وفي حدود يعني نعم اذا فيما يخص ملف سيارات مصادر مؤكدة او مصادر رسمية تؤكد فيها تدخل الاسبوع القادم اوبال في الفاتح من افريل مع جاك اذا في افريل كذلك سيمنح او ستمنح تمن اعتمادات لتمن وكلاء او وكلاء ما بين السيارات ووكلاء دراجات النارية اذا من بين السيارات عندنا شركة صينية جيري وكذلك سترويان هدو سيتم منحهم اعتمادات بداية شهر افريل هناك تم اعتمادات اخرى فيما يخص سيارات اوبال ستدخل الى السوق الجزائرية بداية افريل بكامل انواع سيارات اوبال المصنعة عالميا فيما يخص كذلك سيارات فيات الجزائرية ستصنع اول سيارة في شهر سبتمبر بمصنع وهران سيتم اجراء التجربة عليها على ان يتم بداية سويقها نهاية شهر نوفمبر الفين و ثلاثة وعشرين هدو فيما يخص سيارات اوبال جاك اذا الان عندنا فيات اوبال جاك سترويان جيري بيجو رهي ورونو اصلا رهي تعمل هدو مستو اذا معلومة اخرى رسمية كل انواع السيارات التي الموجودة على الاقل في السوق دولية كل انواع يعني اقصد الخمسة وثلاثين انا خمسة وثلاثين اعتماد طالب اعتماد خمسة وثلاثين طالب اعتماد هذه مؤقتة لانه ما اخذت ولكن احنا نقول ملف المركبات وليس السيارات المركبات نعم المركبات بصفة عما فهناك الدراجات النارية فالسيارات والسياحية الشاحنات الحافلات وما الى ذلك نعم انواع متعددة من المركبات معلومة رسمية اخرى كل انواع السيارات ستكون في السوق الوطني تحدث عن المستوردة كبداية لعملية دخول سيارات الى الجزائر كل انواع السيارات قبل نهاية السداسي الاول من سنة الفين وثلاثة وعشرين واعيد معلومات مؤكدة ورسمية تتحدث عن انه كل انواع السيارات ستكون قبل نهاية السداسي الاول من سنة الفين وثلاثة وعشرين اذا هذا ما يخص ملف السيارات بشكل رسمي الان عندنا فيات اوبل بكل انواع تكون في شهر افريل في الجزائر فيات الاسبوع القادم و جاك ثم سيمنح لبداية افريل اعتمادين لجيري او جيلي او صينيا وسيتر وايان هذا ما على ان يبدأ في عملية الاستيراد بداية من افريل القادم منشعر في جندر ويشوف تليفون كانوا علومات لحقت عبر الهاتف اخذ صحفي يعني المسؤول على استيقاء الاخبار اذا هذا فيما يخص الجديد ملف السيارات فيما يخص الاسعار المدير العام للتنافسية يعني احنا ندخل لك في الكاري ديالك الاسعار اللي راح تكون اسعار سيارات هناك كثير اللي راح متخوفين انه تكون ملتهبة هل كين هناك دراسة قبلية للاسعار الله يا دي السؤال قلت لك سؤال يطرح ولكن تما الجهة الرقبية على الاقل اذا بجهة رقبية ليست يعني برقبية بحثة ولكن بالفعل فنحن يهمنا ان تكون هناك اسعار في متناول للمواطن اظن انه هاد الامور يضبطها الوكلاء على حساب طلبات السوق على حساب السوق على حساب يعني القدرة الشرائية ايضا لزبائن بتاع هذا الوكلاء واسعار اقتناء يعني تكاليف اقتناء السيارات من مصادر يعني تصنيعها وبالتالي فهذا الامر يخص اكتر الوكلاء ولا اظن انه يعني الوكلاء يغامرون بسيارات لا تبع ولا تشترع يعني سواء من حيث الجوداء او من حيث الجزائر يشري يعني الجزائر اللي رح شركات صان سنك باربعمائة مليون قدر يشري فيات والله الجزائري من حقه انه يكسب سيارة من حقه انه يكسب سيارة على حسب السعر اللي يقدر يدفعوا هذا الامر ربما نستبق الاحداث يعني انه نتكلم على اسعار لانه هناك اشياء كثيرة يعني ليست بحوزتنا الان خلينا ننتظر يعني بداية الاستيراد وسوف يعني تكون هناك فكرة يعني جيدة على على الاسعار بصفحة نعم لكن تكلم عنها الان يظهر لأمر هو ليس من صلاحية بزارة الصناعة بالفعل ولكن امر سابق لأوانه قتلك الشروط وظروف يعني اقتناء هذه المركبات متعددة وبالتالي فتركيب الاسعار ايضا تدخل فيها عدة معطيات لا نملك لحد الان يعني اغلابيتها نعم لن من الصيارة هذا جدا حساس ولو انه للامانة انه وزارة الصناعة عملت عليه بالشكل داكي وخص بالذكر وعليها سيد وزير صناعة سيد زغدار اللي عمل على هذا الملف وملفات اخرى تخص صناعة واللي احنا مولفين هنا غير الانتقاد الانتقاد اذا اذا نقول للمحسن احسنت وللمسياسة اذا الاقل وزير صناعة شفنا انه الامور خرجت الارض الواقع ما كانت فقط وعود ما كانت وعود ولكن كانت تطبيقات لمشاريع صناعية ومشاريع تنموية شرف عليها سيد الوزير ما يخص العقار الصناعي نروح لكلام الاخر العقار الصناعي هل هو لانه تخلطت المفاهيم هون نسولة تيري برك كما يقولوا هل هو تابع الوزارة الصناع ام لوزارة المنية العقار الصناعي هو عقار انتع دولة اسمها الجزائر هناك حكومة تشرف على مشاكل حل العقار فبالفعل فقطاعات او على الاقل قطاعين كبيرين يهتمان بقطاع لانه الى ذكرته انه القانون اللي منه يعني نستنبط لديسبوزيسون رجلومنتار يعني الاحكام التنظيمية فزملاء في وزارة المالية هم اللي اللي يقوموا به وكل ما هو عقار يرجع قبل كل شيء الى مدير الاملك الدولة الاملك الدولة وبعد ذلك يعني فهناك قد تسيير هذا العقار عندما يمنح عندما يحدد فبالفعل فهناك مناطق صناعية هناك مناطق نشاط وكل يعني نوع من المناطق عنده مسيرين عنده مسؤولين على حسن يعني تعامل مع العقار الصناعي نعم اذا العقار الصناعي وتبع الوزارة المالية مش لوزارة الصناعة حتى لا يخلط البعض المفاهيم فيما يخص هذا الموضوع يعني كما قلنا يقول لي أن ترى فقط نروح لك إلى ملف تقييس هذا ربما كذلك تقييس الجودة في الجزائر في وقت ما كنا فقط نأكل كل شي ونلبس كل شي بدون معايير سيقينت الله لا كناش نلبس بدون معايير ونأكل بدون معايير لكن بدون معايير معايير موجودة وتطبيق للمعايير يعني يختلف يعني مربما من منتوج إلى آخر ومن منتج إلى منتج آخر ولكن هناك يعني مؤسسات للدولة الجزائرية تتابع يعني تطبيق هذه المعايير وتعمل على حد المنتجين على اتباع هذه المعايير اللي هي موجودة يعني لدى المعهد الجزائري للتقييس نحن نملك يعني تقدر تقول حتى الـ 50 ألف مواصفة لماذا؟ لأنه عندنا المواصفات الجزائرية نملك 11 ألف مواصفة يعني سارية المفعول أزيد عليها أكثر من تقريب 30 ألف مواصفة بتاع المنظمة الدولية للمواصفات والمنظمة أو الهيئة الكتر وتقنية الدولية لأيضا تملك تقريبا 20 ألف مواصفة أخرى فكل هذه المواصفات فهي يعني يعني تحت طلب المستعمل أو الصناعي والمؤسسة بصفة عامة لدى المعهد الجزائري للتقييس يعني الموجود عندنا فهو متوفر لغير موجود ولدى المعهد ولدى المعهد لكنه متوفر عند مؤسسة الدولية الأخرى يمكن الحصول عليه يعني بطلب في الساعة الموالية بطريقة إلكترونية وبالتالي فالمعايير غير يعني لا تشكل عائقاً أو مشكل ربما قلة الحص بهذه المعايير قلة يعني هو لي كان فيه مشكل في السابق لأنه كان عندنا سوق يعني يحتاج لكل شيء وبالتالي فلم يكن هناك يعني مشكل أمام تسويق أن المنتج يصدر فهناك طلب عليه لكن نحن في وزارة صناعة نقوم بما يعني من بين صلاحياتنا أنه نحسس حول الاستعمال هذه المعايير وهناك أيضاً مصالح أو هيئات أخرى مسؤولة عن سير السوق عن مراقبة السوق وعن تنظيمه فهي تتبع أيضاً احترام هذه المواصفات واحترام خاصة الأحكام التنظيمية اللي هي ملزمة لكل المنتجين والتي تخص لسيما سلامة وأمن يعني استعمال منتوج معين يتم اقتنائه في السوق نعم فيما يخص نعم تفضل سيكن كش معند كدفا فيما يخص شهر رمضان المبارك هل هناك تحذيرات خاصة والله تحذيرات خاصة حضرت معنا يعني أنه كان قطاعات يعني لمعنية بدرجة الأولى بالتحذيرات لشهد رمضان نحن نساهم أيضاً بما يخص هنا يعني في إطار تأزر وفي إطار يعني تعاون الحكومي فوزارة الصناعة هي الصناعة يعني فكل ما هو منتوج مصنع المصانع يعني انتاع القطاع خاصة عمومي فهي هنا تنتج بأقصى طاقتها خاصة للمواد ذات الاستهلاك الواسع أو المواد الأساسية ربما حضرت معنا يعني زيارات الميدانية اللي قام بها وزارة الصناعة لبعض المؤسسات لحتهم يعني على العمل على ضمان وفرة المنتوج بالسعر المناسب وفي الوقت المناسب للمستهلك وهنا ربما يعني نفتح قوس فالاستهلاك الاستهلاك فهو على مدار السنة يعني ناكله نشربه ليس في شهر رمضان فقط وبالتالي ربما هنا يعني يكون القنداء يعني للمستهلكين انه لا يكون هناك تهافت على المنتجات واقتناء يعني كميات ربما لا تستهلك يعني تقتني كميات الموال في استهلك كافية ذلك انه المصانع تنتج بدون توقف يعني فالعمل بالفعل فهو العمل ان يكون هناك وفرة في المنتج ان يكون هناك منتج في متناول الطلب هذا يعني مهمتنا لكن الفعل رقابة السوق وتنظيمه ليس من صلاحيات وزارة صناعة وقلت لك فهناك متدخلين اخرين يعني عداء المتخد المتدخلين الحمد لله اذا فقط سيغن خليك تشوف الهاتف ربما كان هناك رسال تقدر تضيب ونخليك تروح لانه انت كل ما تجيني يعني تباش تروح منزروب قبل ما نختمه فقط اعيد لكم ما هو جديد ملف سيارات فيما يخص سيارات فيات ستدخل إلى السوق الجزاري الأسبوع القادم سيارات بولو أو أوبال عفوا سيارات أوبال ستكون بداية أفريل بكل اللي قام ديالها ما هي واجاك سيتمنح كذلك بداية أفريل تمنح اعتمادات ل مركبات أو لتنين مركبات وستة مبين دراجات لموتوسيكل المركبات هما جيري الصينية وكذلك استرويان هدوما مع كل أنواع السيارات المتواجدة ستكون بداية أو مع سوداسي الأول لسنة 2023 كل يكون في السوق الوطني هذه معلومات رسمية وجدار رسمية ستدخل التجربة خلال شهر سبتمبر وستكون في السوق نهاية شهر نوفمبر 2023 شكرا لك سعب العزيز جند البديا العام لتنقل فيها بلوزارة الصناعة خليك تروح حافظ إذن خليك تروح لأنكم عندكم إمضاء إمضاء مع الكلية الرياضيات هكذا بشهر اليوم الأسبوع الوزارة القطاع التعليم العالي تنقل الأسبوع الوطني للرياضيات للرياضيات إذن بالتوفيق لكم ولكل إطارات وزارة صناعة ورسم وزير صناعة سيد أقدر أقول هذا لأن نحن تعود في الجزائر أنه يخدم نحاول نحاول نكسر إذن خليوا الناس تخدم خليوا الناس على الأقل لأننا نشوف ربما الخدمة لهم رأي تبرز في الميدان لا نكسر من أجل أسباب شخصية مشاهدين الكرام ألتقي بكم غدا إن شاء الله مع موضوع آخر ونقاط أخرى إلى ذلك الحين مبقى للمقلكم مدام الله وعز الجزائر حفظة من وسطة رشعبات ركو زميل يوسف لإستكمال متى ببقى من برنامج الشروق مورنينج كل عادة والمعتاد نقول لكم ونذكركم أنه بإمكاننا الجميع الحضور في بلاتو الشروق مورنينج من مبتعين ومواهب وناجحين أكيد في مصارهم المهني الدراسي الرياضي وغيرها باب البرنامج مفتوح للجميع باب برنامجنا أيضا يسلط الضوء على المواهب الشباب في مختلف الميادين إذا ضيوفنا لنهار اليوم ورح يحكوا معنا رح يفصلونا في بعض التفاصيل خاصة بالصوروبان خلونا بداية نحكوا مع قصة نجاح في الصوروبان والحساب الذهني بداية خلونا نرحب بالمتواجه بالمرتبة الأولى في البطولة العربية أو الدولية للحساب الذهني إيناس موراد إيناس صباح الأنوار صباح خير أكي حشمانة لا أكي نرمال مرحبا بك في بلطول الشروق مورنين شكرا شكرا إذن مبروك عليك هذا اللقب ومبروك عليك هذا التتويج أيضا ومزيد من النجاحات أكي شكرا أكي فرحانة أكيد يلا رح نحكوا أيضا على المسابقة رح نحكوا على المشاركة رح نحكوا أيضا واشتقدر بالحساب الذهني بعدما نرحب أكيد بساميرا عبعوب صاحبة أكاديمية للحساب الذهني صباح الأنوار ساميرا صباح الخير صباح النور شكرا لك جيتونا مباشرة من ولاية التوكورت فتحية إلى ناس الجنوب تحية إلى كل أهلنا وأصحابنا وأقاربنا منطقة منطقة في الجنوب الجزائري الكبر وخاصة الناس توكورت اليوم ياك شكرا كيفش خليت توكورت توكورت رهي سعيدة جدا بتتويج الأبطال في البطولة الدولية والعربية للحساب الذهني طيب الأجواء كانت سخانة لا لا الجو سخون جميلة جدا أكيد يلا نرجع إلى المسابقة نحكو على هذا التتويج نحكو على المسابقة نحكو أربما على المسابقة تحديدا الدولية أعطينا الاسم المسابقة وشكون اللي شارك فيه شكون الدول اللي شاركت فيها أيضا صباح الخير أولا بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على شرف المرسلين شكرا لقناة الشروق على هذه الالتفاة الطيبة المسابقة كانت بجمهورية مصر بالغردقة بطولة دولية بمشاركة شرفية لدول غربية مثل ألمانيا وكانت أغلبية الدول مشاركة عربية تونس الكويت الإمارات ومصر والجزائر وعدة دول فريق الجزائر والوفد الجزائر من عدة ولايات تحصلوا على كل المراتب الأولى من بينهم أبطال ولايات توجورد جميل الجزائر افتكت كل الألقاب واحتلت الماركة كل الألقاب والخاصة ناس الجنوب وخاصة الأطفال ربما اللي يقراه في أكاديميات سامير لأنك شاركت تلك المشاركة الوحيدة من بين الأكاديميات الجزائرية كنت أنا المشاركة الوحيدة من ولاية توجورد وشارك عدة أكاديميات مثل أكاديمية الماركة بقيادة المدربة سيهمي هوبي مثل أكاديمية سوف أكاديمية بولاية سوف دية العاصمة ونحن فريق أكاديمية سامير شاركنا بثلاثة أبطال جميل إناس هل كنت متوقع أنك رح تربح إلى المركز الأول بكل صراحة أكيد لأنني عندي ثقة في النفس وقبل أخذت العديد من البطولات جميل جدا أعطينا ربما أبرز الألقاب اللي حصلت عليها إناس هكذا الناس والأطفال والشباب اللي يشوفوا فيك تكون اليوم لقب بطلت الأبطال في البطولة الدولية لحساب الذهني التي كانت عن بوعدة بإشرف أكاديمية الحضاري يعني جد أنا بطلت العالم جميل جدا في الحساب الذهني ما شاء الله إش كل علمك الحساب الذهني كيف بدأ اهتمامك في الحساب الذهني أولا أذكر وارديهم الذين دعموني أولا أول مدخلت وأسف ودربتني أستاذ أستاذة سميرة وبدأت في المسابقات من الشهر الثاني يعني طيب كيف تعرفت على الحساب الذهني لأنه كان بزنب شباب أطفال صغار يعرفوا الحساب الذهني ولكن ما يعرفوش وشنه الحساب الذهني كيف يدخلوا وشكون هما الأشخاص المؤهلين بش يدخلوا الحساب الذهني بداية شكو اللي عرفك على هذا المجال أبي أولا أبي أشكر وجزيل الشكر اللي عرفني على هذا المجال وبعد قمت خطل أكاديمية سميرة الحساب الذهني جميل شحل كان في عمرك كيف بديتي 12 سنة 12 سنة ما شاء الله يعني بديتي هذا الحساب سميرة نرجع لك أيضا أربما شكون هما الناس المؤهلين للدخول إلى الحساب الذهني شكون هما الفئات العمرية اللي يقدروا اللي يبدأ اللي عندكم في المدرسة هذا السؤال دائما يتتكرر عبر محتوى عبر السوشال ميديا أي تنميذ من عمر خمسة سنوات يعرف يحسب ويعرف العمليات الحسابية وكتابة الأرقام يستطيع تدريب على الحساب الذهني هو رياضة عقلية تساعد عقل الإنسان في زيادة تركيز ثقة بالنفس وعدة مهارات هو برنامج يضانسين يعني لما يدخل الإنسان إلى عالم الحساب الذهني يصبح التلميذ يبرز قدراته يخدم ذهنه أكثر أكيد طيب ما قلت ليش الفئة العمرية شكون هما الفئة العمرية من خمس سنوات حتى العشرين سنة حتى الكبار يدخل العالم الحساب الذهني لتفادي الزهايمر جميل جدا بالنسبة للشباب لفئة الجامعة هل يقدروا نعم نعم أكيد أنا طالبة جامعية طيب لافت في الانتباه أنك جامعية وعندك أيضا هذا المشروع كيف شبديت هذا المشروع وكيف توقف بين الجامعة الدراسة وبين هذا العمل خاصة أن الأطفال الصغار يطلبوا عناية خاصة ورعاية خاصة واهتمام أكبر أولا قبل كل شيء الإنسان يجب تكون عنده عزيم وإرادة هذا مشروع كان العام يجبت في الباك سنة 2018 كانت عندي هدف وطموح مدونت في مذكرتها أنه تكون أنه ننهض بأبناء المنطقة والرقي بهم لأن المنطقة خاصة طيبات ولاية وقورت تحتوي على العديد من الأدمغة تحتاج إلى ظروف ملائمة ومناسبة لترقية هؤلاء الأبطال والحمد لله العام تعلجامعة الأول القريطة عادي العام دوزيام كونت راحي طلعت كتب ودخلت إلى المجال لعم تروازيام بفضل الله عز وجل ثم بفضل والدي الكريمين ووجه لهم تحية من هذا المنبر استطعت دخول هذا المشروع والمشروع صراحة مش كل حاجة تجيب السهل معنا جهد مادي وجهد ويتطلب جهد كثير خاصة مع دراسة في أي مجال ربما تقرأي في الجامعة أدرس تخصص رياضيات يعني نفس التخصص سنة ثانية مصر تحليل عدد أوجه تحية إلى ساتفة الكرام جميل جدا نرجع إلى إناس المتوجة بلقب الأول أو بمركز الأول أكيد نرجع لك إناس إناس وش تقرأي وين تقرأي ما هي معدلاتك يعني معدلية 18.26 وش من مستوى تقرأي سنة ثالثة متوسط جميل جدا وشنهم المواد اللي تحبها أنت في دراستك اللي تركزي عليها ولي تحاسي أنك مرتاحة وتقدمي فيها أكثر المواد العلمية مثل رياضيات وعلوم وفيزياء ساميرا هل الحساب الذهني يساعد الأطفال كما إناس في تطوير نفسهم في مختلف المواد التعليمية الأخرى أكيد أكيد الحساب الذهني يساعد حتى لو كان تلميذ معناه دائما نحن في الجزائر يوجد تلميذ غبيمي أي إنسان لديه عقل سليم هو تلميذ ذكي الحساب الذهني يعمل على تطوير هؤلاء القدرات مثلا أنا عندي تلميذ معدره الثلاثة عندما دخل الحساب الذهني أصبع من المراتب الأولى في الابتدائي والحمد لله هذا بفضل الله عز وجل ثم الحساب الذهني يعني كل إنسان كل طفل يقدر يدخل يدخل عادي فالعكس يخدم له عقله أكثر وأكثر نعم عقله نفسيا حتى الطفل يحتاج إلى الرعاية النفسية من خلال تدوين إلى برنامج الحساب الذهني نعمل على تحسين نفسية الطفل وكذلك تطوير قدراته العقلية بواسطة الحساب الذهني أيضا ساميرا ربما توافقني في معلومات قلتك أيضا بالنسبة للأطفال لديهم فرط حركي يبعثهم يوجهوهم إلى الحساب الذهني بش يمتص هذا الفرط الحركي وزيادة في الحركة نعم أكيد الأطفال لديهم طاقة عالية جدا نحن الكبار نستعملها أما الأطفال الصغار عندما يدخلون عالم حساب الذهني تحول الطاقة إلى قدرات عقلية هائلة وفائقة جميل جدا نرجع إلى المتوجه المتوجه وشنه الحاجة التي كانت صعيبة عليك في المسارقة يعني لم يكن شيء صعيب علي لأن أنا كنت عندي هذه الأشياء مألوفة يعني كانت عندك تجارب نعم وكي رحتي كنت خايفة شوية المنفسة كانت صعيبة كانوا بزب بنات كيمانتية عندهم مستوى عالي متابعين شاطرات نعم يزل كثير عندهم مستوى عالي يعني أنا ما كنتش خايفة أصلا لأنني عندي تجربة من قبل الله يبارك ما شاء الله سميرة نرجع لك على عدد المتنافسين والمتفسات اللي كانوا في المسابقة أولا كيفاش تم انتقائهم وتانيا على أي أساس خيرهم هذه البطولة كانت من تنظيم هنا أكاديمية بالجزائر أكاديمية الملكة بقيادة المدربة سيامي هوبي كانت البطولة أولاين في فيبري في أربع فيبري الأبطال المتحصلين على العشرون المرتبة الأولى في كل فئة عمرية وكل مستوى تم تأهيلهم مباشرة للحضور إلى البطولة العربية التي قيمت بجمهورية مصر نحن لدينا خمسة أبطال من أكاديمية سميرة تم انتقائهم في هذه البطولة ثلاثة أبطال ذهبوا إلى مصر وتحصلوا على عبد المطلب كذلك كارهوا معنا وتحصل على المرتبة الأولى في فئته العمرية والبطل زيدان عبعوب كذلك لدينا البطل عبد الرحيم والبطل أيمن ما قدروا بيصفوا ظروف أوراق وبصفور على بالك ما قدروا يروحوا للمنافسة وشنو هي الفئة العمرية التي كانت مسموحة لها تشارك في المسابقة؟ من خمسة سنوات حتى الثمانية عشر سنة شكون هي ربما أولا شحل من كأس حسدتوا أنتم الفريق ديكم الفريق دينا ثلاثة أبطال حسدوا ثلاثة كؤوس وفي الجزائر كلها؟ 11 كأس 11 بطل المشارك محترف الولايات مستوى عالي في الجزائر نعم نقدروا نصنفوها ضمن الدول الرائدة في هذا المجال نعم رفعوا عالم الجزائر عاليا حتى المصريين كانوا يشوفوا يمبهر ويمبهر شديد بالجزائر جميل جدا شكون هما الدول أيضا اللي عندهم ربما مستوى عالي وكانوا ينافسوكم في هذا المسابقة وفي الجوائز خليني يقول يلا في عدد الجوائز المحصودة عدد الجزائر دائما 11 مرتبة أولى خلاص حصلت على الجزائر أما المرتبة الثانية كانت من نصيب مصر العراق سوريا تومس طيب سميرة كيف حضرتي هذا الأطفال إلى هذا المسابقة بش تكون عندهم هاد الثقة بش يشاركوا تكون عندهم ثقة في الحسابات وأيضا حتى في الكلام نشوف بياب لي كان عندها ثقة ما شاء الله في نفسها وتتكلم طريقة جيدة جدا حكي صراحة هذا كان طموحي مني كان عمره 18 سنة أنه أبطال الجزائر يشاركوا يمثلوا الجزائر في محافل دولية وهذا كان أمر يعني صعيب معنى بعرقيل والمنطقة على بالك حاولت في فطرة واجيزة جدا 6 أشهر أن أحضر هؤلاء الأبطال وهذا بفضل الله عز وجل على وش يعتمدت في تحضيرهم اعتمدت على التدريب المكثف على اهتمام الأولياء ضروري 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 جدا لأنه أكبر عامل هو اهتمام الأولياء والبطل أن يكون تلميذا مجتهد جميل هو الجانب النفسي هل يلعب الضور في أنه يعاون وليساعد التلميذ باش ينجح أكيد أكيد الجانب النفسي هو العامل الأساس حتى يكون تلميذ ذو قدرات عالية عقلية ونفسية ويواجه المجتمع ويواجه جميع المجالات والحساب الذيني الحمد لله بعد الله عز وجل أن تلميذ تصبح لديه ثقة بالنفس عالية جدا وهذه أمامكم جميل نرجع لك إناس إناس حالت الدربة في اليوم على الصروبان ثلاث ساعات أو خمس في البداية كنت أتدرب بها ساعة فقط ثم ثلاث ساعات والآن خمس ساعات وإن شاء الله في الصف سيكون يوم كامل جميل يوم كامل هل تروحي يوميا إلى المدرسة أو الأكاديمية أو تدربة في الدار نعم في الأكاديمية عندها يوم مخصص وهو يوم الجمعة وباقي الأيام في المنزل شكو ليساعدك في المنزل والدي أشكرهما وجهه لما جزيلة السكر والدي يعني كل يوم عندي نموذج وهو عبارة عن ورقة فيها ستون عملية يعني يجب أسترق بحاجة كثيرا مثل أفتحها في ثلاثة دقائق أو دقيقة طيب طيب كيفش توقفي توفقي خليني نقول بين دراستك ونجاحك في الدراسة وجبتي معدل ما شاء الله ركي شطرة وبين الحساب الذهني يعني هذا كله بفضل والدية يعني السربان نعم الحساب الذهني عنده ساعات مخصصة وهي ثلاثة ساعات أو خمس ساعات والبقية تكون دراسة جميل جدا هل عندك خوتك في الدار يحبوا يتعلموا كيمانتية هل تعلميهم هل تحاولي تساعد الناس أصحاباتك في المنزل يعني أعلموا إخواني وكذلك زملائي معي في المدرسة والدك كيفاش يعاونوك تحديدا شكل يعاونك بالزفيمك ولا باباك يعني ما نقدرش مفرق ما بينا الاثنين يعاونوني واحد من جنب يعني المعنوي يعني الاثنين يعاوني معنويا وكل شي يعني جميل ساميرا قالت الجانب المعنوي قالت اللي شجعوني يبوسيوني ربما تشوفي اليوم الأهالي اليوم راهم مهتمين بالصروبان ويشجعوا أطفالهم بيش يدخلوا في الحساب الذهني في مختلف الأكاديميات يعني في مختلف الوطن وكيفاش انت أيضا تنافسي واشنه هي الطرق الخاصة التي تعتمدها باش نفسي بها مختلف الأكاديميات في في مختلف الولايات يعني والله كل أكاديمية تمثل نفسها أنا لما افتحت الأكاديميتاي كان عندي هدف أنه أبطال الجزائر أنه أبطال الطيبات ولا يتقورت للجنوب خاصة يمثلوا الجزائر في محافل الدولية والحمد لله لكل معنى كي تكون نيتك حسنة اتجاه مشروعك ربي رح يوفقك معنا بعد الله عز وجل الحمد لله دائما وأبدا فقط معناها ما حكيت لكش أنا في البطولة مش بالسهل أنه شاركنا في بطولة دولية وجتنا العديد العديد من العراقيل حتى الأبطال معناها كي يجوا ما كانش استقبال من المسؤوليين معناها أبطال هبطوا هك من طيارة ورحوا لديارة مخلطة للأسف الشديد معنا أنا من هذا المنظر يكفيهم شرف أنهم جابوا ألقاب ورجعوا بهم إلى الجزائر ونحن مستمرين بإذن الله ونحن رفع العالم الوطني في مختلف المحافل الدولية هذا هو الهدف المنشود أكيد هذا هو الشيء الجميل والأجمل هل عندكم أبطال وحدة أخرين هل رح تشاركوا في مسابقات أخرى هل رحكم تحضروا في أبطال جدد رح تشاركوا تشاركوا معهم في مشاركات أخرى الأكاديمية تضم أكثر من 300 بطل من داخل الجزائر وخارج الجزائر ودربهم أونلاين لدينا بطولة عالمية يوم 28-27 أبريل رح نحضروا لها كل الأبطال لهم الحق في المنافسة نحن من خيرش الأبطال لتخل عالم الحساب الذيني مهما كان مستواه الدراسي يستطيع كذلك هو المنافسة معناها مش دائما نشاركوا من أجل الفوز الفوز أكيد رح يأتي بعد الجد والإجتهاد وكل الأبطال لهم الحق في المنافسة جميل جدا شحل من مشاركة رح يكون في البطولة العالمية ثلاثة مشاركين لأنه أول تجربة وبطولة رح تكون صعبة جدا نحن رح نشاركوا في البطولة هذه من أجل المشاركة والمرة الجاية إن شاء الله ندوها البطل أيمن برهي سنة أولى ثانوي والبطل إيناس مراد ثالثة متوسط والبطل عبد المطلب سنة ثالثة متوسط ثلاثة أبطال سوف يشاركون في هذه البطولة العالمية جميل جدا قلت ربما عندكم وخطط جميل ركيط حضره كل شيء مدروس خلينا أنقوله قلت بل لي رح يكون عندكم مشاركة هذه المرة من بعد تلعبوها للفوز نعم دائما الإنسان عليه بالجد والإجتهاد النجاح لا يأتي بسهل معناه يجب علي أن تمر بمحطات وبعدها يأتي الفوز والحمد لله نحن دائما حذر أنفسنا إذا ربحنا ربحنا إذا ما ربحنا شرنا ربحين في كل تالحالات يكفي أن نرفع عالم الجزائر عاليا بهكذا بطولات ومنافسات جميل جدا باختصار نرفع هذه أربما الشهادات هذه تكريم إيناس مراد هذه في البطولة العربية التي كانت أربعة مارس نعم جميل جدا هذه اللي كانت في أربعة مارس وإيناس تحصلت على مرتب الأولى في هذه البطولة جميل إيناس وشنو شعور كيراني رافضها كالشهادة قدم كل الجزائريين وقدم كل يعني الناس اللي رأي تشوفين في هذا الصباح الجميل شعوري بالفخر والحماز والإعتزاز لأني مثلت الجزائر في دولة مصر يعني جميل جدا كانت هذه الشهادة وش توجهي ربما كلمة لولديك ولدي أحبكم كثيرا يعني أشكركم جزيلا شكر هما بفضل الله تعالى ومدربتي وما أنا اليوم يعني أقفه هنا يعني شكرا لكم جزيلا ولأخواتي كذلك جميل جدا وإحنا تاني من هذا المنبر كل الأسرة الإعلامية لشروق النوز تحيي كل أهل إناس وكل الأهالي داعمين لأطفالهم وين ما كانوا والدي إناس خلينا نقول تحديدا لشرفتنا في دولة مصر الشقيقة في البطولة العربية للحساب الذهني كل التوفيق لك أيضا إناس وأيضا السميرة مشكورين أيضا مشكورة على الدعم مشكورة أيضا على كل ما تقدميه لهذا الأبطال وأيضا على الخيار لخيرتيه ربما اللي تماشى مع مسارك وتخصصك في الجامعة شكرا جزيلا فقط أود أن أوجه تحية خاصة إلى المدير التنفيذي للأكاديمية النووي غربي إلى أختي المتميزة جوهر عبوب كذلك هي مدربة ولديها أبطال شاركوا في منفسها العالمية هي مش حاضرة معنا لأنها طالبة جميعية ومرتبطة بقراريتها أود ووجه تحية إلى مؤسسة دار البركة على دعمهم المادي لخلنا نشاركوا في البطولة المرصرية لأنها كانت تحتاج إلى دعم مادي كبير شكرا لهم شكرا جزيلا إلى المنصق الولايية للمؤسس قادة الشباب الجزائري أمينة قاشي شكرا جزيلا إلى الخطوط الجوية التصيلي وبالضبط البلوت والقبطان العوفي ليرحب ترحيب كبير بالأبطال يعني كان دعم عندكم من خلال البلوت العوفي ومؤسسة دار البركة شكرا لهم وشكرا جزيلا إلى 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 كل من سندني وخاصة صفحة ناس تقورث ويوسف بن هدية لريزارف طيارة للأبطال ومازال قائمة طويلة على بالي لأنه كان مزاف ناس ومازال قائمة طويلة وإلى عائلتي الكريمة اللي هم دعم الأول والأخير وإحنا أيضا نشكركم على هذا الزيارة لكم والعائلة لكم وكل الناس اللي سامت في نجاح هذا الشباب ونجاحكم أيضا نحيوا مرة أخرى إناسوا نقولك ألف ألف ببروك ومزيد من النجاح هات الأخرى إن شاء الله توفق في الدراسة وفي المسابقات القادمة شكرا لك أيضا سمير على هذا الزيارة وشكرا على التنقل من تقورث إلى ولاية الجزائر العاصمة ألف أهلا وسهلا بكم في برنامج الشروق إنا في فقرة الصحة كل مرة نخير لكم موضوع ولنتم ما تخيروا موضوع وإحنا نعالجوه وأن نقشو هذا الموضوع هذا المرة خليني يقول أوقع الإختيار على موضوع ألم الظهر الأمراض التي يعاني منها الظهر عند كل الجزائريين يعني خليني نقول نسبة كبيرة من الجزائريين يعاني ومن ألم الظهر اليوم راح نتعرفه على الأسباب ونتعرفه أيضا على طرق الوقاية والعلاج من ألم الظهر مع الضيف اللي راح حاضر معنا رياض بوعبيد أخصاء جراحة العظام والعمود الفقري صباح الأنوار رياض صباح النور صباح الخير الأخ يوسف صباح الخير المشاهدين كرام ويعطيكم الصحة على الاستضافة الله يعطيك الخير وشكرا أيضا على وفائك لبرنامج الشروق ولمشاهدين أيضا دكتور فقط قبل ما نبدأوا نحكي في الموضوع اللي خيرناه لنهار اليوم نذكر المشاهدين أيضا اللي راح نشوفه فينا اللي هما طلبوا هذا الموضوع بإمكانية التواصل معنا عبر رقم الهاتف الظاهر أسفل الشاشة من أجل طرح يعني مشاكلكم ونقول لكم اليوم راح نحكو على كل أنواع ألام الظاهر وضيفنا راح يقدم لكم استشارات ما الجانية كل المواضيع المرتبطة بالعمود الفقري والظاهر راح نعجوها في هذا الصباح رقمنا الظاهر أسفل الشاشة اللي هو 0-20-71-80-71-71-71 71 تصلوا بنا نعتدر مسبقا على كل أشخاص اللي ما قدرناش نريبونديو عليهم لما راح نقدرون نريبونديو عليهم لأنه راح يكون ضغط كبير على الاتصالات في هذا الأثناء نرجع لك دكتور بداية قبل ما ندخلوا نفصلوا في هذا الموضوع دكتور معروف عند الجزائريين أولا يرقد يرتاح إنه تصبح أول حاجة تألموه هو الظاهر والرقبة دكتور وشنه هي الأسباب اللي تخلينا نرقدوه والنضوء بآلام الظاهر والرقبة قبل ما نفصلوا أكتر وأكتر في الموضوع هو آلام الظاهر آلام الظاهر كي نعرفه بالظهر التعنا الظاهر هو الجذع البنية تاع الجسم الإنسان هو الجذع هو السنترال تاع الجسم الإنسان الظاهر تقدر تقول 95% حتى تقدر تقول حتى 100% من الناس من الأشخاص عندهم فترة عمرية من حياة تحهم يعانيهم من آلام الظاهر استعداد رقع الناس يقدروا تكون عندهم آلام الظاهر آلام الظاهر كي في فترة عمرية محددة من حياة تحهم ولكن هو أغانيهم غير طبيعي دكتور آلام الظاهر عندها عدة أسباب كي يرقود وينوت تقدر يقدر يكون التهاب يقدر يكون أمراض في المعيدة تقدر تمدرنا آلام الظاهر أمراض دكتور فقط قبل ما نتفصله في الأمراض اللي متعلقة بألام الظاهر نروحه نبقى دائما في العمود الفقري ونفصله في العمود الفقري أكتر وأكتر العمود الفقري تعنا فيه كما نشاهده في الصورة تعنا كين الفقارات العنقية عندنا الفقارات الصدرية والفقارات القطنية والفقارات الحوضية يجي أسفل العمود الفقارات الحوضية هذا اللي ينقسمه لراشيس تعنا راشيس سيرفيكال راشيس دورسال راشيس لومبير وراشيس ساكري هذا اللي يتقسم الظاهر دكتور شنو تأثير كل فقارة في منطقة معاينة صحي عندنا الفقارات العنقية واللراشيس سيرفيكال فيها سبعة فقارات الفقارات الصدرية واللراشيس دورسال فيه 12 فقارات وعندنا الفقارات القطنية واللراشيس لومبير فيه خمسة فقارات ومبعد لراشيس ساكري فيه ثلاثة فقارات هادو فيهم البرنسيبال الأهمية الأهمية تكون في الفقارات البطنية القطنية والفقارات العنقية سيطادين لراشيس سيرفيكال ولراشيس لومبير هذا وما ليعلمهم دكتور ناس يقول لي علاه نعانيو منهم بزاف علاه نعانيو منهم بزاف على جل عدنا الفقارات الصدرية هي فقارات مثبتة وش معنى مثبتة سيطادير محكومة بلاي كوت بتاعنا محكومة بالصدر بلاي كوت محكومة ما كاش ما تكونش استادير تكون فيها صدامة على جره هي مثبتة محمية مثبتة وما هيش متحركة الفقارات الصدرية ما تتحركش على جل راي محكومة بالصدر بلاي كوت تاعنا محكومة بالصدر من الفقارات العنقية والفقارات القطنية لراشيس سيرفيكال ولراشيس لومبير هما فقارات متحركة سيطادير وش معنى متحركة متحركة في تقدر تهبط تقدر تطلع وتقدر ندير بها دوارا هذو المعرضين 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 بنسبة كثيرة للصدمات للصدمات ولكن فقط كنقطة في هذا نقطة تحديدا هل هم حساسين جدا هذة الفقارات هل هي حساسة جدا لمختلف الصدمات ولا تقدر تقاوم تقدر تقاوم محساسة تاني حساسة علىك تكون صدمة لا حساسة بشكل عالي جدا لا لا مشي حساسة بشكل عالي جدا هي مثبتة مبصحية اللي تقوم عليها الحركة سورتو حركة الدواران حركة الدواران اللي في العنقية وفي القطنية ستادير لومبار باش يفهموني الناس لومبار والسيرفيكال هما اللي تارضوا للصدمات عجل يتحركوا في لطروة بلون ستادير يدير بهم لفليكسون يدير بهم لإكستنسيون وتقدر تدير بهم دوارا لاروتاسيون علاها تكون الإصابات فيهم كثيرة بار كونتر الفقارات الصدرية ما تكون ما يتحركوش يعني رهم مقبوضين بلي كوت تعنا رح نفصلوا أكتر في هذا الموضوع دكتور ولكن خلينا نستقبل مكالمة هاتفية باش نجاوبوا على تساؤلات المشاهدين ونقولوا ألو صباح الأنوار ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شكونا المتصلة ومن وين معك الأخت في رجم الجزاء العظيم جميل جدا طيب تفضلي الأخت راه هو يسمع فيك الدكتور حكي لنا ربما في الموضوع تحديدا هل تعاني من الآلام؟ نعاني من الآلام أصحى البعض عندي الفقرة الخامسة والرابعة الفقرة الخامسة والرابعة دكتور الفقرة الخامسة نجي ذكا حبيت باكنا فقنا في الدكتور أني محمد عمار حكي للطبيب عندي كثير وانا انتبع ودرت كثير ودرت كثير ريديكاسي ودرت كثير سواء نحبط حكم الألم ما يحالي شقع طيب الأخت شحال عندك ونت يتداوي على هذا الموضوع شديد الزافات أكثر 15 سنة 15 سنة يعني عمر كبير دكتور تسمع فينا؟ أنا نسمع عندك دكتور ودرت صباحا لخير الأخت درت ليارم 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 ما قلت لك طبيبة تشخيص اللي أعطيته لك طبيبة تاك ما يسرحمونه طبب يعني صراحة ما يسرحمونه ما يسرحمونه نشوفو لك راديو يقول لك بللي صح عندك وديري 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 كذلك صح هل تعرفت من قبل لصدمات هل تحتم في حياتك من قبل ولا لا لا أنا طحت وقبل لك بالبعضة لا تحتمي 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 جميل نبقى في الاستماع رح يجبك الدكتور دكتور لحالة حالة تستخدم في الساعة لحالة حاندخله في الدواء معلش ناطي لها الحالة تحان درك على حسب تشخيص اللي دارت هونها الطبيبة قت لها عندك وي نيرني ديسكون الانزلاق الغضروفي الانزلاق الغضروفي هذا عنده عدة مراحل توجور نسيه معه لوروبو توجور لوروبو ومبعد أبريل لوروبو ولا تحسن المريض نحبسه الدواء يبدأ العلاج الفيزيائي ولا ما تحسنش المريض خاطلك دارة علاج الفيزيائي وما نحاج ثم ندخلوه جراحيين ولا بالعلاج الفيزيائي وشي تهدر العلاج الفيزيائي والراحة وما 15 سنة بزاف 15 سنة لها ثم ندخلوه جراحيين والنحي والديسك هدك اللي يتحرك من بلستو ونحيوه دكتور 15 سنة وهي الدواء اللي قاتلك 15 سنة هل يعقل ان الانسان يبقى يعاني من آلام كما هي قاتلك ربما ولا هل ربما يعتبرها وتعود ترجع لي انها ما تهتمش اكتر بصحتها وتمارس ضغط على العمود الفقاري ايه على الجل احنا ما في التراثمون تعليزرني ديسكال ولا آلام دار سي دي بروتوكول تيرابيوتيك ستنا برنامج دوائي برنامج دوائي عالمي ستقدير انتبعو دي بروتوكول تيرابيوتيك دي بروتوكول تيرابيوتيك وشي يقولو في الحالات تعليزرني ديسكال أبري كارونت سينك جور حتى الشهرين حتى الستين يوم ما كاش نتيجة ما براش ما كاش تحسن تما لازم تدخل جراحي تما ندخلوه جراحيا ونديرولو العملية تعوه وبعد أبريل العملية لازم نولو وقايتها جميلة جدا خمسة واربعين يكون علاج يكون لازم يكون برا نهائيا برا نهائيا استدر لدولار ما تكونش عندو استدر الألم يتنحاولو الألم وليتنحاول ألم في خمسة واربعين يوم حتى ستين يوم تما يكمل دواء تعوه العلاج الفيزيائي جميلة ودي رنفورسة ومو مشكلة جميل طيب خلونا ناخدو اتصال لهاتفي آخر ونقولو وقالو صباح الأنوار صباح الأنوار ولدي صباح الأنوار عليك منين ومن وين؟ من البويرة من البويرة شكون معنا؟ صيدة وعيبة مانش نسمعو فيك عيط شوية نقصي الهاتف نقصي ربما الشاشة وسمعينك من الهاتف أكيد الدكتور أو حاضر معنا رح يجاوبك على كل تساؤلاتك ما تقلقيش سيدتي أه ماذا بك؟ أكم قلقة؟ شوية لا لا ما تقلقيش رح يجاوبك رح يوجهك أيضا أكثر وأكثر فقط أعطينا إنشغالك يلا أوليدي عبد نسق سيد دكتور صباح أخير أوليدي صباح الأنوار عندي قاتل ألم في العظمة كتب في الفوق أه يحبط لي أحتر صباح كبير أه يعني يوجيع بزاف ظاهرية ويطلع لي أحتر قبضي ماذا حال في عمرك سيدة؟ ثمانية حمسين الله يبارك ما شاء الله أه دكتور عندك سؤال؟ أه سمحيني الحجة الألم في الكاتف وين يمشي لك؟ العظمة العظمة الكبيرة هذه الفوق تاع الكاتف تاع الكاتف وين يحبط لك الألم؟ يحبط لي أحتر صباح كبير صباحك لوبوس صباحة عيدك أه وعندي فرقبتي الفوق أه فرقبتك الفوق أه ورحت عند طبيب؟ أه رحت ولديك درتي الأشياء تاعك؟ درتي قالي نغتخوز 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 دويت عليها وراحت لي وبدأ درتي يعني شوية فوجزت ولد ليها أه أه شحب في عمرك؟ ثمانية وخمسين سنة ثمانية وخمسين سنة ثمانية وخمسين ولديك درتي العلاج الفيزيائي تاعك؟ هاني مرها درتي يعني معتش كاكفيلة أه وطومات أه كلاوف يدين أه وفي غالقون ميل كرام والحزام ما كديرات والحزام في رقبتك؟ لا طوليش الحزام لا طوليش الحزام أه هو يعني لما شفية رقبتي بزاف العظمة كديرها العظمة دع الكاتف الفوق أه دع الكاتف طيب هل تمارسي أشغال في المنزل؟ يا وديك أي سيدة جزائريا كأي جزائريا يعني تمارسي طيب أوقع معنا راح تسمع الإجابة والإرشادات من الطبيب بأريا صحيح أوليدي بارك الله وفيه مرضي وفقك إن شاء الله صحيح أوليدي هي الفقارات العنقية كما ذكرت معرضة الأرتروز مع الفقارات القطنية مع راشيس لونبير على فقارات اللي تتحرك رسوة بوكو تروماتيزم كدير تكون عندها صدمات كثيرة ومع الوقت مع السنين وتكثرة الصدمات ومع السنين وكاين اللي عندهم أشغال الشاقة بايزم بأم البناء أم النظافة أم اللي يتعب بزا في الخدمات حتى المرأة الجزائرية لو تشوفها الإنسان يشوفها في البيت يقولها راكة مرتاحة ولكن شغل ضرمي لا لا المرأة الجزائرية في البيت هي كثير من اللي مجاهدة أي مجاهدة كاين اللي في البيت وتزيد تخدم هناك كذا في البيت ودكتور لكن لما سقسيناها قلنا لها إليك أن ترفدي تقل قتلك أي مرأة الجزائرية يعني العادة الجزائرية هي تحرك شغل تخدم ديكورت على المنزل وغيرها هذه الجلال طروز لازم منها الأوروبو ولازم منها ينسير تاين جيان ديو في لازم منها الوقاية الدواء تحب بالوقاية كثير من الدواء أجل تلات مونيكين الأدوية اللي كاينها مسكينات للآلام هل فترة الراحة اللي لازم تأخذها في الحالة المتصلة للطاقة؟ كل مريض وكيفه فترة الراحة التاعه وفترة الراحة تسرته تعالي راشي سيرفيكال لازم منهم لكولي سيرفيكال لازم منها سنتور حتى ما أعطاه لاش الطبيب ما أعطاه لاش طبيب كوتات عندها على ما أعطاه لاش طيب دكتور فترة الراحة لازم تكون منتظمة أو لازم نلتزم بها؟ وش حال فترة العلاج؟ سيرتو فكل مريض تختلف عنده فترة العلاج تقريبية؟ على حساب على حساب الدوغريت على الطروز اللي عنده طيب فترة الراحة أيام العلاج؟ حال لازم تكون؟ هي جنرال ثلاثين يوم ثلاثين يوم مايتحركوش نهائيا ولا؟ ماشي مايتحركش يتحرك مايب صح نديروه انفيكسيو الرقبة تعناها ذاك نيسان توليو كولي سيرفيكال نديروه في الرقبة باش مايتحركش عجب كل مايتحركو الفقارات كل ما يزيدو الآلم وما يسمح لناش باش يكون الدواء جميل جدا دكتور قاتلك 15 سنة وهي راهي بهذا الآلم؟ ماشي هدي المتصيل الأولى مام التانية قاتلك 15 سنة؟ 15 سنة بالآلم في الارتروز مفهومة عجل الآلم في الارتروز يروح ويجو 10 دي كريز دارتروز كل ما كل ما الانسان يتعب روحو اللي عنده الارتروز فاتلك راحة ليو عاوية توليك اه يتعب روحو والي يدير دي ميكرو تروماتيز تدير الصدامات تكون عنده صدمة في الارشيس تاعو كل ما يزيدو الفقارات تعاوية توليلو الألام تاع الارتروز دكتور كماري ليه بار كونتر لرني ديسكال الألام تاع الارتروز ماشي كمال تروح ماتوليش ينفوه يبرى من الارني ديسكال من الانزلاق الغضروفي راح ميوليش من الارتروز لازم يتعايش معها المريض يتعايش معها مي يتعايش معها كيفها ويقائيا لازم ولا كان يرفض التقل يقولي ما لازمش يرفض التقل بزاف سورتو ناج افانسي على تجار الارتروز تجي خمسين سنة حتى الستين سنة باش تبدأ الارتروز استادير ميكوش ميرفدش التقل ولا كان خدام دي بريفيرانس يدير بوستان ميناجي يبدل يسايي يبدل اندوسي ميديكال وكلش يبدل الخدمة تاعو ميرفدش في هالتقل والراحة ونصح بالراحة جميل دكتور نروحوا الى هاد الصورة ونعلقوا عليها مع بعض نشوفوا علاقة العمود الفقرية بالدماغ وايضا بجزء السفلي لجسم الانسان صحيح كما قلت مع الاول العمود الفقرية هو جذع لجسم الانسان والعمود الفقرية متكون الفقرة متكونها مثل الطروز متكونها مثل طروز عدنا العظمة العظمة الفقرة وعدنا العصبية وعدنا العضلات عدو هما اللي طروز اللي يكونوا باش نقدروا يفهموني المشاهدين كيفاه يكونوا ألم الظهر عدنا ولا كان مشكلة في الفقرة في العظمة نستدر سواء انفركتور ولا سواء حاجة واحدة أخرى ولا انتصمه ولا فرتبرال المشكلة تاع الفقرة يقدر يضغط على العصب انا نشوفوه, النخاع الشوكي نشوفوه هاده و النخاع الشوكي العاصب اللي جوز في وسط الفقرة على كي كون انزلاء غضروفي الغضروف لديسك رابين فقرة و فقرة هاده لي صغدنا الى جايز جادي معelly معلو ديسك تعنا وكل شاكيطاج كل فقرة تمدلنا عصب يخرجنا عصب ويروح وكل عصب وين يروح كين عصب يروح الايادي كين يروح الميرفق كين يروح الليكود تعنا وكين يحبس فليزيفون على الصادفون يستطيع درجة تاع الانزلاق الغضروفي والارتروز والرهي والفقرة اللي تكون فيها ليتمدلنا على حسب مكان تع العصب ومين راهو جايز ولكن الارتروز في البايزون في الفقرات العنقية في الوراشي السيرفيكال الالام حيكونوا في الممبر سيبرير يكونوا في الايادي وفي الكاتف ولكن عندنا في المنطقة البطنية في الفقرات البطنية والوراشي سيكونوا في الممبر انفريور الادولر ولا التشنوجات العضلية حيكونوا عندنا في الممبر انفريور حتى الاصابع الرجل الدكتور في هاد الحالات ربما اللي نشوف فيها العمود الفقرية والارتروز ولا ربما اللرني اللي هو الغضروف الغضروف انزلاق الغضروفي وشنوما الاسباب اللي تؤدي الى الانزلاق الغضروفي الاسباب اللي تؤدي الانزلاق الغضروفي كين سبب واحد سي ميكانيك وش معنى ميكانيك؟ سي تدير صدمات صدمات دواران على الجل معرض للدواران راشيس لونباري هادو اللي بين الاسباب الرئيسية اللي مدونى الانزلاق الغضروفي وكين اسباب اخرى بايزنب اللي برونشيتيك بايزنب واحد اللي يسعل بزار تقدر عدسه تخرجنا لديسك على الجل حتزيد لابرسون انترا بدومينا درس دكتور مهتموش بهذا التفاصيل اكتر وهذا الدقيقة خليني نقول والبسيطة جدا صحيح يقول لك ربما واحد رو يسمح فينا يقول لك لا لا عدسات تخرج للارنيه اه 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 ماشي تقدر تقول سيكونت بورسنت عليك سيديكات دالرجيه سيديك اللي عندهم الالرجيه وعندهم دي كريز دازم 50% نسبك بيها دكتور اه 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 50% فايزنب واحد اللي عنده الالرجيه ولكريز دازم بالك في العام جه لكريز تاوت دو فوا تروا فوا السعال والعطس يقدر يمدرنا ينرني ديسكا جميل دكتور قبل من نفصله في الالام بداية من الرقبة الى غاية الاسفل نروح نستقبل مكالمة هاتفية بيش نردوا على اسئلة المواطنين ونقولوا عليه صباح الخير صباح الخير صباح الأنوار اليوم النساء بقوة وقيلة دكتور اشغلت عدار ودير فيهم حالة يلا صباح الأنوار صباح النور شكون معنا ومن وين معك امينا من الجزائر العاصمة جميل جدا طيب يا امينا الدكتورة هو في الاستماع فضلي بسؤال صباح الخير دكتور صباح النور دكتور بك حبيت نفق سيك عندي امينا في الرقبة التاعي اشغل نحس حتى يديه يفشلو عليا وزيد عندي اشغل العظمة في الوسط الظهر وتحتها شوية اشغل تحس بليك العمود الفقاري تخل شوية مع انا اشغل زيت شوية في الوزن في الوزن كيف حالك يتوزني الاخت انقويل وخمسة وتسعين خمسة وتسعين خمسة وتسعين نور طولت عكي محال منتر خمسة وتسعين بيسأل هادو الالم اه وقتاش جاوك الاختاتي حالة عنده دائماً يمكنني أن نكون قليلاً ونظر لا يكون الألم كثيراً طيب سأخبرتك أن أردتك على ظهري الصباح لدي ألم شديد كثيراً وقتاً ما بدأتك هذا الألم؟ عندي مدة من اللي زدت في الوزن كثيراً وكنت نخدم كثيراً ونفدت قلب ما حال في عمرك الأخت؟ عندي 38 ما حال عندك من اللي زدت في الميزة؟ نعم من اللي زدت في الميزة؟ واحدة الخمس سنين هكاك جاميل، ما عندك سؤال لدك؟ جاميل، قايف الاستماع راح تسمعي إجابة الدكتور؟ طبعاً نعود نعود لليزيكسبليكاسيون تاعي باش تكون الجواب باش تكون هي فاهمة باش تكون فاهمة جاءنا سؤال في الرقبة وكننا حابين نبدو من الرقبة من الرقبة ما عندها أسفل الظهر ثانية كما عرفت العمود الفقاري تاعي الفقارات الفقارات البطنية والفقارات العنقية باش محكومة؟ محكومة بليميسك بالعضالات سيرتو الفقارات البطنية العضالات اللي زبدو منو تاعنا في حالة سمنة وشي سرا العضالات هادو كيروحونا العضالات باش تدير لشوك الصدمات اللي يجي حيدوها العضالات يدها ليراشيس تاعنا هذه المثبتات تاع ليراشيس لامبير و ليراشيس السيرفيكال حنا توجور توجور مبازيو أبري فترة العلاج تاعي ليرني ديسكال مبازيو على نقص نقص الميزان على جل أمراض السمنة أنا نسميها مرض السمنة أمراض السمنة والمحكمي بليميسك من الفقارات الصدرية راهي متبتة ما يقدر يسرع لها والو على جل رأي محكومة ما يقدرش يكون فيها انزلاق غضروفي وفي الحالة السيدة أو المتصيلة؟ السيدة المتصيلة ننصحها حاجة اللولة اللي لازم تديرها لازم تنقص الميزان تحتها ضروري 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 على الجل راهي 156 على 95 كيلو راهي زايدة أبي بري بواحدة 35 حتى 40 كيلو راهي زايدتهم في الميزان ها دورهم زيادة على الظهر تحتها وصرتوا على أسفل الظهر يأثر كثير يأثر على الوراشي سالبيكال من أسفل الظهر حيأثر لها كثير دكتور قتلك ربما تحس حتى العمود الفقاري تحت دخل شوية دكتور نورمال على الجل نحنا عدنا ديجان ينكوربير كما نلاحظه في الصورة العمود الفقاري داخل جاي إليان ينوردوز لومبر هو داخل العمود الفقاري يقدر يزيد يدخل من الميزان لا على الجل ما كاش عضلات اللي تحكموا اللي تشدلوا لكوربير هادي هي اللي يقدر يزيد يدخل ما ينصحها سورتو حاجة اللي اللي لازم دير أو اللي أحبت تتهنى نهائيا من ألم ضار لازم تنقص الميزان تحتها وتعودوا للميزان طبيعي وتزيد اسمحلي باش ما ننساش الفكرة وتزيد ينكتيفيتي سبورتيف لازم دير رياضة تحتها دير تمارين رياضية وترونفورسي سورتو اللي يمسك أبدومينو تحتها لازمدو ترونفورسيهم ما يكونش عندها انبوسيبي يقدر يكون عندها ينزيلها غضروفي والألم أسفلها دكتور في حالة ربما كنت تهدر ربما على زية الميزان يؤثر على العمود الفقرية في الجزء السفلي من جسم الإنسان ولكن في ألام الرقبة أو الألام اللي يكون الفوق وين يمد السطر؟ جستامو الجزء كما فهمت نروح في حالة الرقبة في حالة الرقبة الحالة الرقبة تمد الممبر سيبرير تمد للكاتف الكود المرافق يهبط حتى الأصابع وكما يأتي تنمال في اليدين وصيرتو يفشلونا اليدين يفشلونا اليدين ويجينا التنمال على أجل العصب في الرشي السيربيكال ويخرج من الفقرة اللي فيها الارتروز راهو فيه ضغط كيكون ضغط على العصب يمدنا لتروب نيرولوجيك دوكتور ما نحسوش أنه عندما يشغل كما نقولوا بالعامية الحريق في الرقبة نحسوه بيانسير نحسوه على أجل الحريق في الرقبة يقدر يكون مشكلة على العضلات أنا مازا ما تكلمناش على العضلات على أجل في الكائن العظم كائن لوديسك الغضروف اللي بين فقرة وفقرة وكائن العضلة وكائن الأوتار والأوتار عم باك شحل عدنا من مفصل في العمود الفقاري تعنا عدنا تقريبا 190 مفصل كل مفصل فيه وطر اللي حيشده 190 نزيدنا أكد عليها 190 مفصل كائن في العمود الفقاري هذا العمود الفقاري الأوتار مشدودين بالأوتار هدو المفاصل اه مشدودين بالأوتار يقدر يسرق التهاب في الأوتار على هذا التشخيص مهم مهم جدا في العمود الفقاري هنا نلاحظوا الصورة هدي اللي قبل مخرج ايه كي كونوا الأوتار كي كونوا الأوتار هاي لك الصورة هدي في العمود الفقاري شوف نلاحظوا الأخ يوسف العمود الفقاري تعنا ما هوش محكم ما عندوش محكم ما هو حكم غير بالعضالات يقدر يتكون التهاب في العضالات تمدلنا تمددنا لا دولار ولا الحراق كما قلتلي على التشخيص Hili important هل يقدر يمتد الألم إلى أسفل الكتف؟ بيانسير بيانسير عجل المنطقة هذيك الأعصاب اللي هم خرجين من العمود الفقاري يروحوا الكتف يروحوا الليكود ويروحوا حتى الأصابع وأسفل الكتف؟ مام أسفل الكتف يمدلنا يمدلنا ديزي رادياسيون ونلاحظوا العمود الفقاري الصدري كيف رأوا مثبت بالبليكوت أو مثبت بليكوت هذا ما يقدرش يتصرى له ينرني ديسكال ولا تقدر تصرى تماما يصرى التهاب بتاع العضالة إسرائيل التهاب والعمود الفقاري القطني في منطقة البطن اللي راشيس لومبار تعنا اللي كان خمسة فقارات هما اللي معارضين أكثر الانزيلة قدروا في علاه أجلنا نشوفوه راو ليبر باش راو محكوم بالعضالات تعنا هادوك العضالات اللي ولا كانوا فابل في بايزنب مرض سمنة ولا الإنسان ما يديرش من اكتيفتي سبورتيف ما يخدمش تماري رياضية وما يديرش مدة طاولة ولا حيفشلو هادوك العضالات وعلاه اللحظو عند النساء بكثرة اللي يكون فيهم العمود عندهم العمود الفقاري القطني النساء سورتو اللي دارو دي غروساس في اللي دارت دو ولا تروها غروساس ولا تأثر بالميزان تعزان تأثر بالميزان حاجة اللي ولا والعضالات تع البطن يكونوا خلاص فرغوا على جل اللي غروساس في البطن ما حاش هيتقلصوا العضالات ينحلوا العضالات تع البطن مما يمدوا لها ينفرجيليتي في الوراشيس لومبا جميل دكتور نرجعوا إلى العمود الفقاري الصدرية ربما قطل الأسباب اللي تكون هي ربما التهابات دائما اللي تمد آلة التهابات حاجة اللي تمد آلة من غير الالتهابات تقدر تمدلنا دي فركتور في الوراشيس دورسال في العمود الفقاري الصدري تكون صدمة كبيرة بأيضان للأكسيدان تسيكوراسيون ولا ينشيط جينوتير بلس دو ماتر يقدر يتأثر بيانسير يتأثر مكي تكون صدمة كبيرة اللي حيتأثر جميل دكتور كملنا من الرقبة من ألم الرقبة كملنا منهم ألم الرقبة نروحوا أسفل الكتف ووسط الظهر باش نحكوا أكتر عليهم قطل ربما الالتهابات إضافة إلى الصدمات الصدمات وكاين الانزلاق الغضروفي منطقة الانزلاق الغضروفي تكون في ربعة خمسة مناطق من الفقارات اللي كاينين من الألآة حتى الألسل طيب الأسباب بتاعها والألام وين تمتد؟ الألام تمتد ليمون برين فاريور تمتد للرجل الجزء السفلي في ركبتين حتى الأصابع الرجل اللي يتمدوا الألام بتاعنا طيب الإنسان وش يحس في هذا المنطقة تحديداً وش الألام وش الأعراض نفسها التلمال الحريق نفس الألام اللي تكون فيها نفسها تحديداً نفسها تحديداً نفسها تحديداً يمكن أن تلحق حتى الأمام ولكن ضغط كبير على العصب في منطقة في العمود الفقاري القطني ولكن ضغط كبير على العصب يمكن أن يلحق أنه فشل للرجل ولوتيب يجينا يجي ما يمشيش ملاح ما يقدرش يحطه بجلوب باش يمشي دكتور هل ألم يقدر يبدأ ألم صغير ويوصل إلى درجة الشلل؟ نعم يقدر من ألم خفيفة ألم خفيفة وصرته الإنسان اللي ما يروحش يدير تشخيص ما يروحش عن الطبيب بلك يشرب هو المسكينات ما يديرش تشخيص حتى يلحق يقول لي ما يقدرش يمشي باش يروح طبيب يجونا حالات كثيرة هاليا جميل وكين نحقول لي تروب نيرولوجيك تماء الجراحة تماء الكاريتا الكوبرا تماء الكاريتا كوبرا لازم ندخله جراحيا وننحو الديسك لرودير الضغط على العصب قبل يا دكتور ناخدنا ما نروحوش للعلاج ولا للجراحة نروحو الاتصال مباشرا نستقبله ونخلوه صباح الخير صباح الخير صباح الأنوار مرحبا بك مرحبا بك كان أخي الحمد لله شكونوا من وين تفضل خضرنا سعيدة طيب بارك مرحبا بك وكل ناس سعيدة طيب هذا أول اتصال ربما من الولايات سعيدة لا لا أول اتصال أول اتصال جميل جدا طيب دكتوره في الاستماع تفضل ما خير دكتور صباح النور الأخ صباح النور دكتور عندي آلم في الظاهرة يهود يحتل الساق يحتل الساق شحال عندهم من يراه يهود لك حتى الساق شوف كان شوية شوية بصح هذا السيمانة من الاربعالية هنا راح مزيّرني بتاع الساق وما رحت عند طبيب؟ راك عن طبيب أعطاني الدواء أعطاك الدواء لازم لك الأشعة أسكدرت الأشعة تاعك لا مازال مازال ما أعطاني الأشعة أه ألم كبيرة يعني لا تحتمل أو لا؟ ألم كبيرة لا تحتمل أشكر تحكم في النور طيب شحال في عمرك؟ شحال توزن؟ شحال طولك؟ عندي أربعة وخمسين سنة الله يبارك أربعة وخمسين سنة شحال الميزان ميزان واحدة تشعين دارة يقول له أه؟ والطول؟ الطول واحدة المترة وشبعين ملحة جميلة هل تعرضت ربما الإصابات من قبل؟ لا تعرضت قبل يعني الخطرة كما تقول له طيب وكان ثقيل ووطاع عليه شوية ظر مني يتعلم هم هم توجور كاين سببه رفدة ثقيل قال لي قايك وطاع عليه وطاح عليه وطاح عليه هم لازم لك على حسب لوشك تهضر لي مقدش ندلو تشخيص هكذا لازم لك أشعة أشعة وصيرتو سكاني عود ولي الطبيب بتاعك صيرتو ولي ما رح ولكش الألم عود ولي طبيب تاعك وأكيد حيعطيك أشعة اللي باش باش نديرو تشخيص الدقيق وحكيم يعني رح يحكمني المساقي يعني المساقي حتى الادخال حتى الظهار لعب رح مزيّرني لازم تدير تشخيص تاعك عجلنا هكذا تقعد شرف المسكينات لازم تشخيص يكون ضروري جميل طيب أبقى معانا أكيد رح تسمع كل التوجيهات اللي رح يقدم هلك دكتور رياض أكيد فقط للإشارة أنه برنامجنا فقط لتوجيه المشاهدين وللتقديم نصائح أكثر وأكثر شكرا انقطعت المكالمة طيب دكتور نرجعو إلى الحالة أجيال وقال الكرفة تقيل أوطع لي هل ربما دكتور هو ربما في الحالة في الوقت نفسه ما حسش بألام كبير لكن ولا تلو من بعد بيانسور كائن دكار هكذا اللي يبدو يكون حس بألام صغير ومن بعد ولا يزيد الألام عجل كائن حالة اللي هكذا بزاف يكون ألام صغير ومن بعد تولي ألام كبيرة ومن بعد باش تولي باش يولوا اللي سين نيرولوجيكي اللي التلمالي اللي رجل وتفشل وان جنرال حتى يلحقوا لهذه اللي طاب ولي ماشي مليح باش يجو عند الطبيب تشخيز جميل جدا نروحوا دكتور ربما إلى ألام أسفل كملنا تع وسط الظهر اه هذا ألام أسفل الظهر جميل نروحوا إلى أسفل الظهر اه أسفل أسفل الظهر نخلوها نخلوك حلقة أخرى دكتور ان شاء الله ها باش نفصلوا فيها أكتر ربما أجل أسفل الظهر ومتشعب بزر لازم نحكو عليها والوقت للأسف أخلاص دكتور كلمة ربما تقولها لكل الناس من أجل الاهتمام ما بصحتهم اه أنا أكد سيرتوه على الوقاية من ألام الظهر الوقاية من ألام الظهر الحاجة اللولى لازم ليكون عنده زيادة في الميزان لازم ينقص الميزان تاعه كي تبدأ بألام خفيفة لازم يروح يدير تشخيص تاعه قبل تشخيص عند الطبيب وحاجة الثالثة اللي ضرورية هي الرياضة وتمارين الرياضية دكتور تانيبا مؤلمت جدا أن الناس يدلوا الأشعة بش يعرفوا على حسب التشخيص للطبيب هو اللي يدومون دي الأشعة بيانسور بصح الأشعة هي اللي تسمح لنا بكونفيرمي دياغنوستيك تاعنا بش نكونفيرمي وتشخيص وننصح سيرتو بالرياضة جميل جدا دكتور رياض أبو عبيد شكرا لك على الزيارة ترجمة نانسي قنقر